كتاب العدد الأصحاح الأول إحصاء موسى لبني إسرائيل وتكلم الله إلى موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع حدث هذا في اليوم الأول من الشهر الثاني في السنة الثانية بعد مغادرة بني إسرائيل لأرض مصر وقال الله لموسى أحصوا جميع بني إسرائيل دونوا اسم كل ذكر وعائلته وعشيرته دون أنت وهارون أسماء جميع رجال إسرائيل البالغين عشرين سنة أو أكثر الذين يستطيعون الخدمة في الجيش وذلك بحسب صفوفهم في الجيش وسيكون هناك رجل من كل عشيرة ليساعدكما على أن يكون هذا الرجل قائد عائلته وهذه هي أسماء الرجال الذين سيساعدونكما من قبيلة رأوبين أليسور بن شديؤور من قبيلة شمعون شلوموئيل بن سوري شداي من قبيلة يهوذا نحشون بن عمينا داب من قبيلة يساكر نثنائيل بن صوغر من قبيلة زبولون ألي آب بن حيلون من نسل يوسف من قبيلة أفرايم ألي شمع بن عميهود ومن قبيلة منسة جملي إيل بن فضهصور من قبيلة بنيامين أبيدن بن جدعوني من قبيلة دان أخي عزر بن عمي شداي من قبيلة أشير فجعي إيل بن عكرا من قبيلة جاد الياساف بن دعو إيل من قبيلة نفتالي أخير عبن عينا هؤلاء هم الرجال الذين وقع عليهم لاختيار من وسط الشعب ليكونوا رؤساء قبائل آبائهم إنهم قادة قبائل إسرائيل وأخذ موسى وهارون هؤلاء الرجال الذين تم تعيينهم بالاسم وجمع كل الشعب في اليوم الأول من الشهر الثاني وتم تسجيل الشعب بحسب عشائرهم وعائلاتهم كما تم تسجيل أسماء الرجال البالغين عشرين سنة أو أكثر بحسب عشائرهم فكما أمر الله موسى هكذا أحصاهم موسى في برية سيناء وتم إحصاء نسل رؤوبين الابن البكر لإسرائيل بحسب عشائرهم وعائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش وكان عدد الرجال الذين تم إحصاؤهم من قبيلة رؤوبين ستة وأربعين ألفا وخمسمائة وتم إحصاء نسل شمعون بحسب عشائرهم وعائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش وكان عدد الرجال الذين تم إحصاؤهم من قبيلة شمعون تسعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وتم إحصاء نسل جاد بحسب عشائرهم وعائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش وكان عدد الرجال الذين تم إحصاؤهم من قبيلة جاد خمسة وأربعين ألفا وستمائة وخمسين وتم إحصاء نسل يهود بحسب عشائرهم وعائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش وكان عدد الرجال الذين تم إحصاؤهم من قبيلة يهود أربعة وسبعين ألفا وستمائة وتم إحصاء نسل يساكر بحسب عشائرهم وعائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش وكان عدد الرجال الذين تم إحصاؤهم من قبيلة يساكر أربعة وخمسين ألفا واربعمائة وتم إحصاء نسل زبولون بحسب عشائرهم وعائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش وكان عدد الرجال الذين تم إحصاؤهم من قبيلة زبولون سبعة وخمسين ألفا وأربعمائة ومن ابني يوسف تم إحصاء نسل أفرايم بحسب عشائرهم وعائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش وكان عدد الرجال الذين تم إحصاؤهم من قبيلة أفرايم أربعين ألفا وخمسمائة وتم إحصاء نسل منسة بحسب عشائرهم وعائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش وكان عدد الرجال الذين تم إحصاؤهم من قبيلة منسة اثنين وثلاثين ألفا ومئتين وتم إحصاء نسل بنيامين بحسب عشائرهم وعائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش وكان عدد الرجال الذين تم إحصاؤهم من قبيلة بنيامين خمسة وثلاثين ألفا وأربعمائة وتم إحصاء نسل دان بحسب عشائرهم وعائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش وكان عدد الرجال الذين تم إحصاؤهم من قبيلة دان اثنين وستين ألفا وسبعمائة وتم إحصاء نسل أشير بحسب عشائرهم وعائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش وكان عدد الرجال الذين تم إحصاؤهم من قبيلة أشير واحدا وأربعين ألفا وخمسمائة وتم إحصاء نسل نفتالي بحسب عشائرهم وعائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش وكان عدد الرجال الذين تم إحصاؤهم من قبيلة نفتالي ثلاثة وخمسين ألفا وأربعمائة هؤلاء هم الذين أحصاهم موسى وهارون ورؤساء إسرائيل الاثنى عشر وكان كل واحد منهم يمثل قبيلته كل رجال بني إسرائيل أولئك تم إحصاؤهم بحسب عائلاتهم وتم تسجيل اسم كل ذكر بلغ عشرين سنة أو أكثر كل مؤهل للخدمة في الجيش فكان المجموع ستمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين رجلا ولم يتم إحصاء نسل اللاويين بحسب عشائرهم مع بقية إسرائيل فقد قال الله لموسى لا تحصي قبيلة لاوي لا تحسب عددهم مع بني إسرائيل ضلعت اللاويين مسؤولية مسكن العهد وجميع آثاثه وأدواته هم يحملون المسكن وأثاثه ويهتمون به وينصبون خيامهم حول المسكن وحين يأتي وقت ارتحال المسكن ينزله اللاويون وحين يقام يقيمه اللاويون وكل من يقترب من الخيمة المقدسة غيرهم يقتل ويقيم بن إسرائيل في مخيماتهم في أقسام منفصلة يقيم كل واحد في مخيمه قرب رايته وأما اللاويون فيخيموا حول مسكن العهد كي لا يحل غضب الله على بني إسرائيل ويكون اللاويون مسؤولين عن مسكن العهد وعمل بن إسرائيل كل ما أمر الله به موسى الأصحاح الثاني تنظيم مخيمات قبائل إسرائيل وقال الله لموسى وهارون ليخيم كل واحد من بني إسرائيل تحت رايته فتكون لكل عشيرة راية ولينصبوا خيامهم حول خيمة الاجتماع على مسافة منها في الجهة الشرقية نحو شروق الشمس ستكون راية يهوذا على مخيمهم بحسب فرقها ورئيس قبيلة يهوذا هو نحشون بن عمينا داب وكان عدد جنده أربعة وسبعين ألفا وستمائة وتخيم إلى جانبهم قبيلة يساكر ورئيس قبيلة يساكر هو نثنائيل بن صوغر وكان عدد جنده أربعة وخمسين ألفا وأربعمائة وتخيم إلى جانبهم قبيلة زبولون ورئيس قبيلة زبولون هو ألي آب بن حيلون وكان عدد جنده سبعة وخمسين ألفا وأربعمائة جميع الذين تم إحصاؤهم في مخيم يهوذا بحسب فرقهم كانوا مئة وستة وثمانين ألفا وأربعمائة رجل وهم من يبدؤون بالارتحيل وفي الجهة الجنوبية ستكون راية مخيم رؤوبين بحسب فرقها ورئيس قبيلة رؤوبين هو أليصور بن شدي أور وكان عدد جنده ستة وأربعين ألفا وخمسمائة وتخيم إلى جانبهم قبيلة شمعون ورئيس قبيلة شمعون هو شلمئيل بن سوري شداي وكان عدد جنده تسعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وتخيم إلى جانبهم قبيلة جاد ورئيس قبيلة جاد هو ألياساف بن دعوئيل وكان عدد جنده خمسة وأربعين ألفا وستمائة وخمسين جميع الذين تم إحصاؤهم في مخيم رؤوبين بحسب فرقهم كانوا مئة وواحدا وخمسين ألفا وأربعمائة وخمسين رجلا وهم من سيرتحلون بعد مخيم يهوذا وبعدهم ترتحل خيمة الاجتماع من مخيم اللاويين وسط المخيمات الأخرى وسيرتحلون بالترتيب الذي كانوا مخيمين به كل واحد في موقعه وتحت رايته وفي الجهة الغربية ستكون راية مخيم أفرايم مرتبة بحسب فرقها ورئيس قبيلة أفرايم هو أليشمع بن عميهود وكان عدد جنده أربعين ألفا وخمسمائة وتخيم إلى جانبهم قبيلة منسة ورئيس قبيلة منسة هو جملي إيل بن فضحصور وكان عدد جنده اثنين وثلاثين ألفا ومائتين وتخيم إلى جانبهم قبيلة بن يامين ورئيس قبيلة بن يامين هو أبي دان بن جدعوني وكان عدد جنده خمسة وثلاثين ألفا وأربعمائة جميع الذين تم إحصاؤهم في مخيم أفرايم بحسب فرقهم كانوا مائة وثمانية آلاف ومائة رجل وهم المجموعة الثالثة التي ارتحلت وفي الجهة الشمالية ستكون راية مخيم دان بحسب فرقهم ورئيس قبيلة دان هو أخي عزر بن عمي شداي وكان عدد جنده اثنين وستين ألفا وسبعمائة وتخيم إلى جانبهم قبيلة أشير ورئيس قبيلة أشير هو فجعي إيل بن عكرا وكان عدد جنده واحدا وأربعين ألفا وخمسمائة وتخيم إلى جانبهم قبيلة نفتالي ورئيس قبيلة نفتالي هو أخير عبن عينا وكان عدد جنده ثلاثا وخمسين ألفا وخمسمائة جميع الذين تم إحصاؤهم في مخيم دان بحسب فرقهم كانوا مائة وسبعا وخمسين ألفا وستمائة رجل وهم آخر مجموعة ترتحل تحت راياتهم هؤلاء هم الذين تم إحصاؤهم من بني إسرائيل بحسب عشائرهم وكان مجموع الذين تم إحصاؤهم في المخيمات بحسب فرقهم ستمائة وثلاثة آلاف وخمسين رجلا وكما أمر الله موسى لم يتم إحصاء اللاويين مع بقية بني إسرائيل وبهذا عمل بن إسرائيل كل ما أمر الله به موسى فعندما خيموا خيم كل واحد مع قبيلته وعائلته وعندما ارتحلوا ارتحل كل واحد مع قبيلته وعائلته الأصحاح الثالث الكهنة أبناء هارون وهذه هي عائلة هارون وموسى حين كلم الله موسى على جبل سيناء وهذه هي أسماء أبناء هارون ناداب لابن البكر ثم أبيه وألي عازر وإيثامار هذه هي أسماء أبناء هارون الذين موسحوا ككهنة وقد تم تعيينهم ليخدموا ككهنة ولكن ناداب وأبيه مات بينما كان يخدمان الله حين قدم نارا من مصدر غريب في حضرة الله في برية سيناء ولم يكن لهما أبناء فخدم ألي عازر وإيثامار ككاهنين بينما كان هارون حيا اللاويون مساعد الكهنة وكلم الله موسى فقال قدم قبيلة لاوي لهارون الكاهن كي يساعدوه فليخدموه ويخدموا كل الجماعة أمام خيمة الاجتماع ويقوموا بالأعمال الصعبة في المسكن المقدس يحرصون جميع أدوات خيمة الاجتماع يمثلون بذلك جميع بني إسرائيل ويخدمون في المسكن عين اللاويين لمساعدة هارون وأبنائه يكونون مكرسين بالكامل لهارون من بين بني إسرائيل عين هارون وأبنائه ليقوموا بواجبات الكهنوت كل من يتطفل للقيام بعمل الكهنوت يقتل ثم قال الله لموسى ها قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل عوضا عن كل الأبناء الأبكار في بني إسرائيل فسيكون اللاويون لي جميع الأبكار من الناس والحيوانات لي فحين قتلت الأبكار في أرض مصر خصصت لنفسي جميع الأبكار في إسرائيل من الناس والحيوانات هم لي أنا الله ثم قال الله لموسى في برية سيناء أحصي اللاويين بحسب عائلاتهم وعشائرهم أحصي جميع الذكور البالغين شهرا أو أكثر فأحصاهم موسى وفقا لكلمة الله وهذه هي أسماء أبناء لاوي جرشون وقهات ومراري وهذان اسم عشيرتي جرشون لبني وشمعي وأما عشائر قهات فهي عمرام ويصهار وحبرون وعز إيل وأما عشيرتها مراري فكانت محلي وموشي هذه هي عشائر اللاويين بحسب عائلاتهم عشيرة جرشون هما لبني وشمعي هاتان هما عشيرة الجرشونيين وعدد جميع ذكورهم البالغين شهرا فأكثر هو سبعة ألاف وخمسمائة كانت عشيرة الجرشونيين تخيمان خلف المسكن إلى الجهة الغربية ورئيس عشيرة الجرشونيين هو اليساف بن ليل أما مسؤولية الجرشونيين في خيمة الاجتماع فهي المسكن الخيمة وغطاؤها وستارة مدخل خيمة الاجتماع وستائر الساحة وستارة مدخل الساحة التي حول المسكن والمذبح والحبال مع كل الأعمال المختصة بحمل الخيمة المقدسة ونقلها وعشائر قهات هي عمرام ويصهار وحبرون وعزي إيل هذه هي عشائر القهاتيين وكان عدد جميع ذكورهم البالغين شهرا فأكثر ثمانية آلاف وثلاثمائة وكانوا يقومون بواجباتهم في المكان المقدس وكانت عشائر القهاتيين تخيم في الجهة الجنوبية من المسكن المقدس ورئيس عشيرة القهاتيين هو ألي صافان بن عزي إيل وكانت مسؤولية القهاتيين هي الصندوق المقدس والمائدة والمنارة والمذبح ومذبح البخور وآنية المكان المقدس التي يستخدمها الكهنة والسطارة وجميع الأدوات المتعلقة بالخدمة أما رئيس رؤساء اللاويين فهو ألي عازر بن هارون الكاهن وقد كان مسؤولا عن القائمين بواجبات المكان المقدس وعشيرة مراري هما محلي وموشي هاتان هما عشيرة مراري وكان عدد جميع ذكورهم البالغين شهرا فأكثر ستة ألاف ومائتين ورئيس عشيرة المراريين هو سوري إيل بن أبي حايل وكانوا يخيمون في الجهة الشمالية من المسكن المقدس وكان المراريون مسؤولين عن حراسة ألواح المسكن وعوارده وأعمدته وقواعدها وكل أدواته والخدمات المتعلقة بها كما كانوا مسؤولين عن أعمدة الساحة المحيطة بالخيمة المقدسة وقواعدها وأوتادها وحبالها وكان موسى وهارون وأبناء هارون هم الذين يخيمون أمام المسكن في الجهة الشرقية أمام خيمة الاجتماع باتجاه مشرق الشمس كانوا هم المشرفون على جميع الطقوس التي تقام داخل المكان المقدس وعن جميع المسائل المتعلقة ببني إسرائيل وكل دخيل يقترب من أرضهم كان يقتل فكان عدد اللاويين الذين أحصاهم موسى وهارون بحسب أمر الله بحسب عشائرهم 22 ألفا من الذكور البالغين شهرا فأكثر اللاويون بدل كل بكر وقال الله لموسى أحصي كل الأبكار الذكور في بني إسرائيل الذين يبلغون شهرا فأكثر واكتب قائمة بأسمائهم وخذ اللاويين لي أنا الله بدل كل الأبكار في بني إسرائيل وخذ حيوانات اللاويين بدل كل أبكار حيوانات بني إسرائيل فأحصى موسى كل الأبكار في بني إسرائيل كما أمره الله وكان عدد الأبكار الذكور مدونين بأسمائهم ممن يبلغون شهرا فأكثر 22 ألفا ومئتين وثلاثا وسبعين وكلم الله موسى فقال خذ اللاويين بدل كل صبي بكر في بني إسرائيل وخذ حيوانات اللاويين بدل كل أبكار حيوانات إسرائيل اللاويون لي أنا الله ولفداء المئتين والثلاثا والسبعين بكرا في بني إسرائيل الذين زادوا عن عدد اللاويين خذ خمسة مثاقيل من الفضة لكل واحد منهم وتكون الفدية بحسب الوزن الرسمي للمثقال المثقال بعشرين قيراتا وأعطي المال لهارون وبنيه لفداء المئتين والثلاثا والسبعين فأخذ موسى المال لفداء الذين زاد عددهم عن عدد اللاويين أخذ موسى المال من أبكار بني إسرائيل فكان ألفا وثلاثمائة وخمسة وستين مثقالا بحسب الوزن الرسمي فأعطى موسى بأمر الله مال الفداء لهارون وأبنائه وفقا لكلمة الله الأصحاح الرابع مسؤولية عشيرة القهاتيين وقال الله لموسى وهارون أحصي القهاتيين من بين اللاويين بحسب عشائرهم وعائلاتهم الذين من سن الثلاثين وإلى الخمسين المؤهلين للخدمة لأجل العمل في خيمة الاجتماع ومسؤولية القهاتيين في خيمة الاجتماع هي حمل الأشياء التي في قدس الأقداس حين يتحرك الشعب للارتحال على هارون وأبنائه أن يدخلوا إلى الخيمة المقدسة وينزل السطارة ويغط بها سندوق الشهادة المقدس وليضعوا فوق السطارة غطاء مصنوعة من الجلد الناعم وأن يضعوا فوقه قطعة قماش زرقاء وأن يضعوا عصيه في أماكنها ثم يضعون قطعة قماش زرقاء فوق المائدة المقدسة ويفردون عليها السحون والمغارف والزبديات والأباريق المخصصة للتقدمات السائلة أما الخبز فينبغي أن يكون على المائدة دائما فينقل معها حيث تنقل ثم يضعون قطعة قماش حمراء فوق هذه الأشياء ويغطونها بغطاء من الجلد الناعم ثم يضعون عصي المائدة في أماكنها بعد ذلك يأخذون قطعة قماش زرقاء ويغطون بها المنارة وسرجها وملاقطها ومنافضها وجميع آنية الزيت المستخدمة لأجل السرج ثم يضعون المنارة وكل أدواتها في غطاء من الجلد الناعم ويرتبونها على لوح لحملها يأخذون أيضا قطعة قماش زرقاء ويغطون بها المذبح الذهبي ثم يغطونها بغطاء من الجلد الناعم ويضعون عصي المذبح في أماكنها ثم يأخذون جميع أدوات الخدمة الخاصة بالمكان المقدس ويضعونها في قطعة قماش زرقاء ويغطونها بغطاء من الجلد الناعم ويرتبونها على لوح لحملها بعد ذلك يزيلون الرمادة من على المذبح ويضعون عليه غطاء من القماش البنفسجي ثم يضعون عليه جميع أدوات المذبح من مجامر ومناشل ورفوش وزبديات ويضعون على جميع أدوات المذبح غطاء من الجلد الناعم ويضعون عصي المذبح في أماكنها وحين يكمل هارون وأبناؤه تغطية المكان المقدس وتأثيثه وحين يكون الشعب مستعدا للتحرك حينئذ يدخل القهاتيون لحمل تلك الأشياء وهكذا لن يلمسوا أي شيء مقدس فيموت هذه هي الأشياء التي سيحملها القهاتيون في خيمة الاجتماع سيكون ألي عازار بن هارون هو المسؤول عن زيت المنارة والبخور الطيب والعطور وتقدمة الحبوب اليومية وزيت المسحة وسيكون المسؤول عن المسكن وكل ما فيه عن جميع ما في المكان المقدس وعن جميع أدواته ثم قال الله لموسى وهارون لا تدعوا عشيرة القهاتيين تفنى من بين اللاويين افعلوا هذا لهم لكي يحيوا ولا يموتوا حين يقتربون من الأشياء المخصصة بكاملها لله فليدخل هارون وبنوه ويعينوا لكل واحد ما عليه عمله وحمله كي لا يدخلوا ويروا الأشياء المقدسة ولو للحظة فيموتوا مسؤولية عشيرة الجرشونيين وكلم الله موسى فقال أحسي الجرشونيين بحسب عشائرهم وعائلاتهم الذين من سن الثلاثين وإلى الخمسين المؤهلين للخدمة لأجل العمل في خيمة الاجتماع ومسؤولية الجرشونيين هي الحزم والحمل هم يحملون ستائر المسكن وخيمة الاجتماع وأغطيتها والغطاء الجلدي الناعم الذي فوق الأغطية وستارة مدخل خيمة الاجتماع وستائر الساحة وستارة مدخل الساحة المحيطة بالمسكن والمذبح والحبال وكل أدواتها والأشياء الخاصة بها وينبغي أن يعملوا جميع الأعمال الموكلة إليهم يعمل الجرشونيين أعمال الحمل والتحزيم تحت إشراف هارون وأبنائه وتوكلهم بحراسة الأشياء التي يحملونها هذا هو عمل الجرشونيين في خيمة الاجتماع تحت إشراف إيثامار بن هارون الكاهن مسؤولية عشيرة المراريين أحصل مراريين بحسب عشائرهم وعائلاتهم الذين من سن الثلاثين وإلى الخمسين المؤهلين للخدمة لأجل العمل في خيمة الاجتماع وهذا هو ما يكلفون بحمله طوال خدمتهم في خيمة الاجتماع ألواح المسكن وعوارده وأعمدته وقواعدها وأعمدة الساحة المحيطة بالخيمة المقدسة وقواعدها وأوتادها وحبالها وكل أدواتها اكتب قائمة بأسماء الرجال وعين لكل واحد ما سيحمله هذا هو عمل عشائر المراريين سيعملون في خيمة الاجتماع تحت إشراف إيثامار بن هارون الكاهن عشائر اللاويين فأحصى موسى وهارون ورؤساء الشعب القهاتيين بحسب عشائرهم وعائلاتهم سجلوا جميع الرجال من سن الثلاثين إلى سن الخمسين أي المؤهلين للخدمة لأجل العمل في خيمة الاجتماع فكان عدد الرجال بحسب عشائرهم 2750 هؤلاء هم الرجال الذين تم إحصاؤهم من عشائر القهاتيين الذين يعملون في خيمة الاجتماع الذين أحصاهم موسى وهارون بحسب أمر الله على فم موسى وتم إحصاء الجرشونيين بحسب عشائرهم تم تسجيل جميع الرجال من سن الثلاثين إلى سن الخمسين أي المؤهلين للخدمة لأجل العمل في خيمة الاجتماع فكان عدد الرجال بحسب عشائرهم 2630 وهؤلاء هم الرجال الذين تم إحصاؤهم من عشائر القهاتيين الذين يعملون في خيمة الاجتماع الذين أحصاهم موسى وهارون بحسب أمر الله على فم موسى وتم إحصاء الملاريين بحسب عشائرهم وعائلات آبائهم تم تسجيل جميع الرجال من سن الثلاثين إلى سن الخمسين أي المؤهلين للخدمة لأجل العمل في خيمة الاجتماع فكان عدد الرجال بحسب عشائرهم ثلاثة آلاف ومئتين وهؤلاء هم الرجال الذين تم إحصاؤهم من عشائر الملاريين أحصاهم موسى وهارون بحسب أمر الله على فم موسى وأحصى موسى وهارون ورؤساء إسرائيل كل اللاويين بحسب عشائرهم وعائلاتهم فسجلوا جميع الرجال من سن الثلاثين إلى سن الخمسين أي المؤهلين للخدمة لأجل العمل في خيمة الاجتماع فكان عدد المسجلين ثمانية آلاف وخمسمائة وثمانين تم إحصاؤهم بأمر من الله من خلال موسى كل واحد بحسب عمله في الحزم والحمل بحسب أمر الله على فم موسى الأصحاح الخامس تعليمات بشأن النجاسة وقال الله لموسى علم بني إسرائيل بأن ينفو من المخيم كل مصاب بالبرس وكل من يسيل من جسده سائل نجس وكل من يتنجس بسبب لمسه لميت إنفو الذكور والإناث واتردوهم خارجا حتى لا ينجس المخيم حيث أسكن في وسطكم ففعل بني إسرائيل هذا ونفو المتنجسين خارج المخيم فعل بني إسرائيل تماما كما قال الله لموسى التعويد وقال الله لموسى قل لبني إسرائيل إن أخطأ رجل أو امرأة بحق شخص آخر بالسرقة منه فإنه يكون قد أخطأ إلى الله خطية عظيمة إنه مذنب عليه أن يعترف بما سرقه ويعوض بشكل كامل ويضيف إلى التعويد خمس قيمة المسروق ويعطيه للذي أخطأ إليه وإن كان الرجل ميتا ولا أقرباء له ليأخذ التعويد فإن التعويد يذهب إلى الله فيعطى للكاهن عدى الكبش الذي يحضره المذنب فهذا يذبحه الكاهن كفارة كل تقدمة مقدسة يقدمها بني إسرائيل للكاهن فإنها تكون من نصيبه وتكون التقدمات المقدسة ملكا لمن يقدمها عدى ما يعطيه للكاهن فإنه يكون من نصيب الكاهن شك بالخيانة الزوجية وقال الله لموسى قل لبني إسرائيل إن انحرفت زوجة رجل ما وخانته بمعاشرة رجل آخر وزوجها لا يعرف إذ أنها تعمل هذا سرا مع أنها قد نجست نفسها حيث إنه لا يوجد هناك شاهد كما أنها لم تمسك وهي ترتكب الزنا فإذا اعترى روح الغيرة الرجل فشك بزوجته التي قد تنجست بالفعل أو إذا اعتراه روح الغيرة مع أنها لم تنجس نفسها فليحضر الرجل زوجته إلى الكاهن ويحضر معه تقدمتها المطلوبة عشر قفة من طحين الشعير لا يسكب على الطحين زيت ولا يوضع بخور فوقه لأن هذه تقدمة شك لبيان الاتهام والتذكير به ويحضر الكاهن المرأة إلى الأمام ويوقفها في حضرة الله ثم يأخذ الكاهن ماء مقدسا في إناء خزفي ويأخذ من الغبار الذي على أرضية المسكن المقدس ويضعه في الماء ثم يوقف الكاهن المرأة في حضرة الله ويكشف رأسها ويضع في كفيها التقدمة التي هي تقدمة شك ويمسك الكاهن بإناء الماء المر الذي يأتي باللعنة ويجعل الكاهن المرأة تقسم فيقول لها إن لم يكن لرجل آخر علاقة بك ولم تفسدي ولم تتنجسي وأنت متزوجة بزوجك فإنك تطهرين من هذا الماء المر الذي يأتي باللعنة لكن إن فستي وأنت متزوجة بزوجك وتنجستي وكانت لرجل آخر غير زوجك علاقة بك وهكذا يجعل الكاهن المرأة تقسم بقسم اللعنة هذا ويقول الكاهن للمرأة فليلعنك الله حتى يصير الناس يستخدمون اسمك كلعنة وليجعل الله فقدك مترهلة وبطنك متورمة فليأتي ماء اللعنة هذا باللعنة إلى بطنك فيجعل بطنك متورمة وفقدك مترهلة فتقول المرأة ليكن ذلك ثم يكتب الكاهن هذه اللعنات على قطعة جلد ثم يمحوها في الماء المر ثم يجعل الكاهن المرأة تشرب الماء المر الذي يأتي باللعنة والذي يسبب ألما شديدا ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الحبوب التي قدمها الزوج الذي يشك بزوجته ويرفعها في حضرة الله ثم يأتي بها إلى المذبح ثم يأخذ الكاهن ملأ كفه من تقدمة الحبوب كعلامة ويحرقه على المذبح وبعد ذلك يجعل الكاهن المرأة تشرب الماء وبعد أن يجعلها تشرب الماء فإن كانت نجسة وغير وفية لزوجها فإن الماء الذي يأتي باللعنة سيدخل جوفها ويسبب لها ألما شديدا فتتورم بطنها وتترهل فخذها وتصبح لعنة وسط شعبها ولكن إن لم تكن المرأة قد نجست نفسها لكنها طاهرة فإنه سيحكم ببراءتها وستكون قادرة على الإنجاب هذا هو القانون المختص بحالات الشك حين تنحرف المرأة بينما هي متزوجة بزوجها وتنجس نفسها أو حين يعتر الرجل روح غيرة ويشك بزوجته فإنه يوقفها في حضرة الله فيعمل الكاهن هذه الأمور لها حينئذ لا يكون الزوج مذنبا وأما المرأة فتحمل عقاب خطيتها الأصحاح السادس شريعة النذير وقال الله لموسى قل لبني إسرائيل إن تعهد رجل أو امرأة بأن ينذر نفسه مكرسا نفسه لله فعليه أن يمتنع عن شرب الخمر والشراب المسكر وحتى عن شرب عصير العنب وأكل العنب الطازج أو الزبيب طيلة أيام نذره لا يأكل شيئا من نتاج الكرمة أو بذور العنب أو قشره طيلة أيام نذره لا ينبغي أن يقص شعر رأسه إلى نهاية وقت تكريسه لله يربي خصال شعر رأسه ويكون مخصصا لله طيلة أيام تكريسه لله لا ينبغي أن يدخل مكانا فيه شخص ميت لا يتنجس بميت حتى وإن كان أباه أو أمه أو أخاه أو أخته لأن شعره يدل على تكريسه فطيلة أيام نذره يكون مكرسا لله وإن مات شخص قرب النذير فجأة فنجس شعر النذير فليحلق رأسه في يوم تطهيره يحلق شعره في اليوم السابع وفي اليوم الثامن يحضر يمامتين أو حمامتين صغيرتين للكاهن في مدخل خيمة الاجتماع فيقدم الكاهن أحد الطيرين ذبيحة قطية والآخر ذبيحة صاعدة ويكفر عنه فقد أذنب بلمسه للميت وفي ذلك اليوم يقدس شعر رأسه ثانية ويكرس نفسه لله طوال المدة التي تعهد بأن يكون نذيرا فيها ويحضر حملا عمره سنة ذبيحة ذنب ولا تحسب فترة التطهير من أيام نذره وهذه هي شريعة نذير في اليوم الذي فيه تكتمل أيامه كنذير يحضر إلى مدخل خيمة الاجتماع ويقدم ما يلي لله حملا واحدا عمره سنة لا عيب فيه ذبيحة صاعدة نعجة واحدة عمرها سنة لا عيب فيها ذبيحة خطية كبشا لا عيب فيه ذبيحة سلام سلة خبز غير مختمر مصنوع من الطحين الجيد منزوجا بالزيت ورقائق مدهونة بالزيت مع تقدمات الحبوب والسكيب المطلوبة يقدم الكاهن هذه التقدمات في حضرة الله يقدم ذبيحة الخطية والذبيحة الصاعدة لأجل النذير ويقدم الكبشا ذبيحة سلام لله مع سلة الخبز غير المختمر مع تقدمات الحبوب والسكيب المطلوبة ثم يحلق النذير شعره المكرس في مدخل خيمة الاجتماع ويأخذ الشعر المكرس ويضعه على النار أسفل ذبيحة السلام ثم يأخذ الكاهن كتف الكبش المسلوقة ورغيفا غير مختمر من السلة ورقاقة غير مختمرة ويضعها جميعا في كفي النذير بعد أن يكون قد حلق شعر رأسه ثم يرفعها الكاهن في حضرة الله إنها نصيب مخصص للكاهن مع الصدر والفخذ المرفوعين بعد ذلك يمكن للنذير أن يشرب نبيدا هذه هي شريعة النذير الذي يتعهد بنذر وهذه هي تقدمته لله لأجل تكريسه وما ينبغي تقديمه بحسب شريعة النذير وله أن يتعهد بأكثر من ذلك إن أراد على أن يلتزم بما يتعهد به لكن عليه أن يقدم ما تنص عليه شريعة النذير على الأقل بركة الكهنة وكلم الله موسى فقال قل لهارون وأبناءه أن يباركوا بني إسرائيل بأن يقولوا فليبارككم يهوى ويحمكم ليشرق يهوى بوجهه عليكم ويتلطف عليكم ولينظر يهوى إليكم بحنانه ويعطيكم سلاما هكذا ينبغي أن يعلن هارون وأبناءه اسمي ليباركوا بني إسرائيل وأنا سأباركهم الأصحاح السابع تكريس الخيمة المقدسة وحين انتهى موسى من إقامة المسكن المقدس مسحه بالزيت وكرسه مع جميع أثاثه كما مسح وكرس المذبح وجميع أدواته ثم جاء رؤساء إسرائيل الذين هم رؤساء العائلات ورؤساء القبائل والذين كانوا مسؤولين عن إحصاء الشعب بتقدمات أحضروا تقدماتهم إلى محضر الله ست عربات مغطات واثني عشر ثورا عربة مع كل رئيسين وثورا مع كل رئيس وأحضروا جميع تقدماتهم أمام المسكن فقال الله لموسى اقبل هذه التقدمات منهم فهي ستستخدم في أعمال نقل خيمة الاجتماع أعطيها لللاويين بحسب ما تتطلبه أعمالهم فأخذ موسى العربات والثيران وأعطاها لللاويين أعطى عربتين وأربعة ثيران للجرشونيين بحسب ما يحتاجون في عملهم وأعطى أربع عربات وثمانية ثيران للمراريين بحسب ما يحتاجون في عملهم تحت إشراف إيثامار بن هارون الكاهن ولم يعطي موسى شيئا منها للقهاتيين لأن عملهم هو حمل الأشياء المقدسة وكانوا يحملونها على أكتافهم كما أحضر رؤساء تقدمات لأجل تدشين المذبح في اليوم الذي تم مسحه فيه أحضر رؤساء تقدماتهم إلى أمام المذبح ثم قال الله لموسى فليقدموا تقدماتهم لأجل تدشين المذبح بحيث يقدم رئيس واحد في اليوم فكان نحشون بن عمي ناداب رئيس قبيلة يهوذا هو من قدم تقدمته في اليوم الأول أما تقدمته فهي طبق من الفضة وزنه 130 مثقالا زبدية من الفضة وزنها 70 مثقالا كلتاهما بحسب الوزن الرسمي وكلتاهما مملؤتان طحينا ناعما ممزوجا بزيت كتقدمة حبوب مغرفة من الذهب وزنها عشرة مثاقيل مملؤة بخورا عجل واحد كبش واحد حمل واحد عمره سنة للذبيحة الصاعدة تيس واحد لذبيحة الخطية ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان عمرها سنة لذبيحة السلام كانت هذه تقدمة نحشون بن عمي ناداب وفي اليوم الثاني قدم نثنائيل بن صغر رئيس قبيلة يساكر تقدمته أما تقدمته فهي طبق من الفضة وزنه 130 مثقالا زبدية من الفضة وزنها 70 مثقالا كلتاهما بحسب الوزن الرسمي وكلتاهما مملؤتان طحينا ناعما ممزوجا بزيت كتقدمة حبوب مغرفة من الذهب وزنها عشرة مثاقيل مملؤة بخورا عجل واحد كبش واحد حمل واحد عمره سنة للذبيحة الصاعدة تيس واحد للذبيحة الخطية ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان عمرها سنة للذبيحة السلام كانت هذه تقدمة ثنائيل بن صوغر وفي اليوم الثالث قدم ألي آب بن حيلون رئيس قبيلة زابولون تقدمته أما تقدمته فهي طبق من الفضة وزنه 130 مثقالا زبدية من الفضة وزنها 70 مثقالا كلتاهما بحسب الوزن الرسمي وكلتاهما مملؤتان طحينا ناعما ممزوجا بزيت كتقدمة حبوب مغرفة من الزهب وزنها عشرة مثاقيل مملؤة بخورا عجل واحد كبش واحد حمل واحد عمره سنة للذبيحة الصاعدة تيس واحد للذبيحة الخطية ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان عمرها سنة لذبيحة السلام كانت هذه تقدمة ألي آب بن حيلون وفي اليوم الرابع قدم ألي صور بن شدي أور رئيس قبيلة رأوبين تقدمته أما تقدمته فهي طبق من الفضة وزنه 130 مثقالا زبدية من الفضة وزنها 70 مثقالا كلتاهما بحسب الوزن الرسمي وكلتاهما مملؤتان طحينا ناعما ممزوجا بزيت كتقدمة حبوب مغرفة من الذهب وزنها عشرة مثاقيل مملؤة بخورا عجل واحد كبش واحد حمل واحد عمره سنة للذبيحة الصاعدة تيس واحد للذبيحة الخطية ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان عمرها سنة لذبيحة السلام كانت هذه تقدمة ألي صور بن شدي أور وفي اليوم الخامس قدم شلومي إيل بن سوري يشداي رئيس قبيلة شمعون تقدمته أما تقدمته فهي طبق من الفضة وزنه 130 مثقالا زبدية من الفضة وزنها 70 مثقالا كلتاهما بحسب الوزن الرسمي وكلتاهما مملؤتان طحينا ناعما ممزوجا بزيت كتقدمة حبوب مغرفة من الذهب وزنها عشرة مثاقيل مملؤة بخورا عجل واحد كبش واحد حمل واحد عمره سنة للذبيحة الصاعدة تيس واحد لذبيحة القطية ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان عمرها سنة لذبيحة السلام كانت هذه تقدمة شلومي إيل بن سوري يشداي وفي اليوم السادس قدم ألياساف بن دعوئيل رئيس قبيلة جاد تقدمته أما تقدمته فهي طبق من الفضة وزنه 130 مثقالا زبدية من الفضة وزنها 70 مثقالا كلتا هما بحسب الوزن الرسمي وكلتا هما مملؤتان طحينا ناعما ممزوجا بزيت كتقدمة حبوب مغرفة من الذهب وزنها عشرة مثاقيل مملؤة بخورا عجل واحد كبش واحد حمل واحد عمره سنة للذبيحة الصاعدة تيس واحد لذبيحة الخطية ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان عمرها سنة لذبيحة السلام كانت هذه تقدمة ألياساف بن دعوئيل وفي اليوم السابع قدم أليشمع بن عميهود رئيس قبيلة أفرايم تقدمته أما تقدمته فهي طبق من الفضة وزنه 130 مثقالا زبدية من الفضة وزنها 70 مثقالا كلتا هما بحسب الوزن الرسمي وكلتا هما مملؤتان طحينا ناعما منزوجا بزيت كتقدمة حبوب مغرفة من الذهب وزنها عشرة مثاقيل مملؤة بخورا عجل واحد كبش واحد حمل واحد عمره سنة للذبيحة الصاعدة تيس واحد لذبيحة الخطية ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان عمرها سنة لذبيحة السلام كانت هذه تقدمة أليشمع بن عميهود وفي اليوم الثامن قدم جملي إيل بن فضهصور رئيس قبيلة منسة تقدمته أما تقدمته فهي طبق من الفضة وزنه 130 مثقالا زبدية من الفضة وزنها 70 مثقالا كلتا هما بحسب الوزن الرسمي وكلتا هما مملؤتان طحينا ناعما ممزوجا بزيت كتقدمة حبوب مغرفة من الذهب وزنها عشرة مثقيل مملؤة بخورا عجل واحد كبش واحد حمل واحد عمره سنة للذبيحة الصاعدة تيس واحد للذبيحة الخطية ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان عمرها سنة لذبيحة السلام كانت هذه تقدمة جملي إيل بن فضهصور وفي اليوم التاسع قدم أبيدن بن جدعوني رئيس قبيلة بن يمين تقدمته أما تقدمته فهي طبق من الفضة وزنه 130 مثقالا زبدية من الفضة وزنها 70 مثقالا كلتا هما بحسب الوزن الرسمي وكلتا هما مملؤتان طحينا ناعما ممزوجا بزيت كتقدمة حبوب مغرفة من الذهب وزنها عشرة مثاقيل مملؤة بخورا عشل واحد كبش واحد حمل واحد عمره سنة للذبيحة الصاعدة تيس واحد لذبيحة الخطية ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان عمرها سنة لذبيحة السلام كانت هذه تقدمة أبيدن بن جدعوني وفي اليوم العاشر قدم أخي عزر بن عمي شداي رئيس قبيلة دان تقدمته أما تقدمته فهي طبق من الفضة وزنه 130 مثقالا زبدية من الفضة وزنها 70 مثقالا كلتا هما بحسب الوزن الرسمي وكلتا هما مملؤتان طحينا ناعما ممزوجا بزيت كتقدمة حبوب مغرفة من الذهب وزنها عشرة مثقيل مملؤة بخورا عجل واحد كبش واحد حمل واحد عمره سنة للذبيحة الصاعدة تيس واحد لذبيحة الخطية ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان عمرها سنة لذبيحة السلام كانت هذه التقدمة أخي عزر بن عمي شداي وفي اليوم الحادي عشر قدم فجعي إيل بن عكرا رئيس قبيلة أشير تقدمته أما تقدمته فهي طبق من الفضة وزنه 130 مثقالا زبدية من الفضة وزنها 70 مثقالا كلتا هما بحسب الوزن الرسمي وكلتا هما مملؤتان طاحينا ناعما ممزوجا بزيت كتقدمة حبوب مغرفة من الذهب وزنها عشرة مثقيل مملؤة بخورا عجل واحد كبش واحد حمل واحد عمره سنة للذبيحة الصاعدة تيس واحد لذبيحة الخطية ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان عمرها سنة لذبيحة السلام كانت هذه التقدمة فاجعي إيل بن عكران وفي اليوم الثاني عشر قدم أخير عبن عينا رئيس قبيلة نفتال تقدمته أما تقدمته فهي طبق من الفضة وزنه 130 مثقالا زبدية من الفضة وزنها 70 مثقالا كلتا هما بحسب الوزن الرسمي وكلتا هما مملؤتان طحينا ناعما ممزوجا بزيت كتقدمة حبوب مغرفة من الذهب وزنها 10 مثاقيل مملؤة بخورا عجل واحد كبش واحد حمل واحد عمره سنة للذبيحة الصاعدة تيس واحد لذبيحة الخطية ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان عمرها سنة لذبيحة السلام كانت هذه تقدمة أخير عبن عينا وهذه هي تقدمة تدشين المذبح المقدمة من رؤساء إسرائيل حين مسح اثنى عشر طبقا من الفضة اثنتى عشرة زبدية من الفضة اثنتى عشرة مغرفة من الذهب وزن كل طبق مائة وثلاثون مثقالا من الفضة وزن كل زبدية سبعون مثقالا من الفضة فكان وزن جميع الأوعية الفضية الفين وأربعمائة مثقال بحسب الوزن الرسمي وكان وزن كل مغرفة من مغارف البخور الذهبية الاثنتى عشرة عشرة مثاقيل بحسب الوزن الرسمي فيكون مجموع أوزانها مائة وعشرين مثقالا من الذهب وكان مجموع الحيوانات المقدمة ذبائح صاعدة اثني عشر ثورا واثني عشر كبشا واثني عشر حملا ذكرا عمره سنة مع تقدمات الحبوب المطلوبة واثني عشر تيسا لذبيحة الخطية وكان مجموع الحيوانات المقدمة كذبائح سلام أربعة وعشرين ثورا وستين كبشا وستين تيسا وستين حملا ذكرا عمر الواحد سنة هذه هي تقدمات تدشين المذبح بعد أن مسح وحين كان موسى يدخل إلى خيمة الاجتماع ليتكلم إلى الله كان يسمع صوت الله يتكلم إليه من بين الكاروبين فوق غطاء صندوق الشهادة المقدس هذه هي الطريقة التي كان الله يتكلم بها إلى موسى الأصحاح الثامن المنارة وقال الله لموسى قل لهارون حين تشعل السرج فينبغي أن تضيء السرج السبعة المنطقة الواقعة أمام المنارة فعمل هارون ذلك إذ أشعل السرج لتضيء المنطقة الواقعة أمام المنارة كما أمر الله موسى وقد صنعت المنارة من ذهب مطروق من قاعدتها وحتى زهراتها صنعت حسب الشكل الذي أظهره الله لموسى تكريس اللاويين وقال الله لموسى خذ اللاويين من بين بني إسرائيل وطهرهم وهذا ما تفعله لتطهيرهم رش ماء التطهير عليهم وليحلقوا كل شعر جسمهم وليغسلوا ثيابهم ويطهروا أنفسهم ثم ليأخذوا ثورا صغيرا من القطيع وتقدم تحبوب من الطحين الجيد ممزوجا بزيت وليأخذوا ثورا صغيرا آخر من القطيع لأجل ذبيحة الخطية ثم تحضر اللاويين أمام خيمة الاجتماع وتجمع جميع بني إسرائيل وحين تحضر اللاويين إلى محضر الله ليضع الشعب أيديهم عليهم وهكذا يقدم هارون اللاويين تقدمة من بني إسرائيل ويرفعهم في حضرة الله لكي يخدموا الله يضع اللاويون أيديهم على رأسي الثورين ثم يقدم أحدهما ذبيحة خطية والآخر ذبيحة صاعدة لله ويتطهر اللاويون بهتين الذبيحتين هكذا تعين اللاويين وتخصصهم لمساعدة هارون وأبنائه تقدمهم تقدمة في حضرة الله خصص اللاويين من بين بني إسرائيل لي اللاويون لي وبعد ذلك يصير اللاويون مؤهلين للخدمة في خيمة الاجتماع حين تكون قد طهرتهم وقدمتهم لله لأنهم سيكونون مكرسين لي بالكامل من بين بني إسرائيل أخذتهم بدل كل فاتح رحم أي بدل كل أبكار بني إسرائيل فأبكار بني إسرائيل من الناس ومن الحيوانات لي في اليوم الذي ضربت فيه كل الأبكار في أرض مصر أفرست أبكار إسرائيل ليكون لي لكني سأخذ اللاويين بدل كل أبكار بني إسرائيل وسأعطي اللاويين كلهم لهارون وأبنائه من بين بني إسرائيل ليقوموا بخدمة بني إسرائيل في خيمة الاجتماع وليساعدوا في تقديم الذبائح عن بني إسرائيل لألا تأتي كارثة على بني إسرائيل لاقترابهم كثيرا من المكان المقدس ففعل موسى وهارون وكل بني إسرائيل هذا الأمر وفعل بني إسرائيل لللاويين بحسب ما أمر الله موسى به فطهر اللاويون أنفسهم وغسلوا ثيابهم وقدمهم هارون تقدمة في حضرة الله وكفر عن خطاياهم ليطاهرهم وبعد ذلك صار اللاويون مؤهلين للقيام بخدمتهم في خيمة الاجتماع تحت إشراف هارون وأبنائه عمل باللاويين بحسب ما أمر الله موسى به وقال الله لموسى هذا ما فرد على اللاويين كل ذكر يبلغ خمسا وعشرين سنة أو أكثر يكون مؤهلا للخدمة في أعمال خيمة الاجتماع لكن في سن الخمسين ينبغي على كل لاوي أن يتقاعد من خدمة أعمال خيمة الاجتماع ويتوقف عن عملها يمكنه أن يساعد اللاويين الآخرين في خيمة الاجتماع بالحراسة لكنه لا يقوم بالأعمال الثقيلة هكذا تتعامل مع اللاويين في خدمتهم في خيمة الاجتماع الأصحاح التاسع الفصح وتكلم الله إلى موسى في برية سيناء في الشهر الأول من السنة الثانية بعد أن تركوا أرض مصر فقال ليحتفل بنو إسرائيل بعيد الفصح في موعده المعين تحتفلون به في موعده في اليوم الرابع عشر من الشهر بعد الغروب وقبل حلول الظلام وتخافضون على شرائعه وقواعده فطلب موسى من الشعب أن يحتفلوا بالفصح فاحتفلوا بالفصح في الرابع عشر من الشهر الأول بعد الغروب وقبل حلول الظلام في برية سيناء فعل بنو إسرائيل هذا بحسب ما أمر الله موسى به وكان هناك رجال غير طاهرين بسبب لمسهم لجسد ميت فلم يكونوا قادرين على الاحتفال بالفصح في ذلك اليوم فجاءوا إلى موسى وهارون في ذلك اليوم وقالوا لسنا طاهرين بسبب لمسنا لجسد ميت ولنستطيع أن نقدم لله التقدمة في موعدها مع بقية بني إسرائيل فماذا نفعل؟ فقال موسى لهم انتظروني سأسمع ما سيأمر الله به بشأنكم فقال الله لموسى قل لبني إسرائيل إن تنجس أحد منكم أو من أولادكم بسبب لمس جسد ميت أو كان في رحلة طويلة فعليه أن يحتفل بالفصح لله ينبغي أن يحتفلوا بالفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني بعد الغروب وقبل حلول الظلام وليأكلوا حمل الفصح مع خبز غير مختمر وأعشاب مرة ولا يتركوا شيئا منه حتى الصباح ولا يكسروا عظما واحدا من عظامه ينبغي أن يحتفلوا به بحسب جميع شرائع الفصح وأما الشخص الطاهر والذي ليس على سفر لكنه يتجاهل الفصح فيقطع من الشعب لأنه لم يقدم تقدمة الله في موعدها المعين وهكذا يعاقب على خطيته وإن كان بينكم غريب مقيم ويريد أن يحتفل بفصح الله فليحفظه بحسب شرائع الفصح وقواعده الشريعة نفسها للغريب والمواطن السحابة والنار وفي اليوم الذي أقيم به المسكن المقدس غطت السحابة المسكن وخيمة العهد وفي المساء مكثت السحابة فوق المسكن وكانت تبدو كالنار حتى الصباح كان الأمر كذلك دائما فكانت السحابة تغطي الخيمة المقدسة في النهار وفي الليل كانت السحابة تبدو كالنار وحين كانت السحابة ترتفع من فوق الخيمة كان بنو إسرائيل يرتحلون وحيثما كانت الخيمة تستقر كان بنو إسرائيل يخيمون فكان بنو إسرائيل يرتحلون بعلامة من الله ويخيمون بعلامة من الله كانوا يمكثون في المخيم ما مكثت السحابة فوق المسكن فإذا طال بقاء السحابة فوق المسكن لعدة أيام كان بني إسرائيل يحفظون أمر الله فلم يكونوا يرتحلون وكذلك الأمر إذا بقيت السحابة فوق المسكن لبضعة أيام فكانوا يخيمون بعلامة من الله ويرتحلون بعلامة من الله وحتى حين كانت السحابة تبقى فوق الخيمة المقدسة من المساء وحتى الصباح فقط ثم ترتفع في الصباح كانوا يرتحلون فسواء أكان الوقت نهارا أم ليلا كانوا يرتحلون حين ترتفع السحابة وإن مكثت السحابة فوق المسكن لأيام كثيرة كان بني إسرائيل يمكثون فلا يرتحلون لكن حين كانت ترتفع كانوا يرتحلون فكانوا يخيمون بعلامة من الله ويرتحلون بعلامة من الله كانوا يحفظون أمر الله الذي سمعوه من موسى الأصحاح العاشر الأبواق الفضية وقال الله لموسى اصنع لنفسك بوقين من فضة مطروقة استخدمهما لتدعو الشعب للاجتماع وتعلن للمخيمات مواعيد الرحيل فحين ينفخ فيهما معا يجتمع الشعب أمامك عند مدخل خيمة الاجتماع فإن نفخ في أحد البوقين يجتمع رؤساء قبائل إسرائيل أمامك وحين تنفخ نفخات قصيرة يكون على المخيمات في الشرق أن ترتحل وحين تنفخ النفخات القصيرة ثانية يكون على المخيمات في الجنوب أن ترتحل تنفخ نفخات قصيرة لينطلق الشعب وحين تريد أن تجمع الشعب تنفخ نفخات طويلة ثابتة وفقط أبناء هارون الكهنة هم ينفخون في الأبواق هذه فريدة لكم إلى الأبد في كل أجيالكم وحين تذهبون لتحارب أعداءكم الذين يضيقونكم في أرضكم أنفخوا في الأبواق فيلتفت إليكم إلهكم وينقذكم من أعدائكم وفي أوقات احتفالاتكم وأعيادكم وبدايات شهوركم تنفخون في الأبواق حين تقدمون الذبائح الصاعدة وذبائح السلام فألتفت إليكم أنا إلهكم رحيل بني إسرائيل في اليوم العشرين من الشهر الثاني في السنة الثانية ارتفعت السحابة من فوق مسكن العهد فبدأ بنو إسرائيل رحلاتهم من برية سيناء حتى استقرت السحابة في برية فاران فارتحلوا للمرة الأولى بحسب العلامة التي أعطاها الله لموسى فارتحل مخيم قبيلة يهوذة أولاً بحسب مجموعاتهم وكان نحشون بن عمي نداب رئيساً لمجموعة يهوذة وكان نثنائيل بن صوغر رئيساً لمجموعة يساكر وكان ألي آب بن حيلون رئيساً لمجموعة زبولون ثم فكك المسكن وارتحل الجرشونيون والمراريون الذين حملوا المسكن بعد قبيلة يهوذة ثم ارتحل قسم مخيم قبيلة رأوبين بحسب مجموعاتهم وكان أليصور بن شديأور رئيساً لمجموعة رأوبين وكان شلومي إيل بن صور يشداي رئيساً لمجموعة قبيلة الشمعون وكان ألياساف بن دعو إيل رئيساً لمجموعة جاد ثم ارتحل القهاتيون الذين كانوا يحملون الأشياء المقدسة وأقيم المسكن قبل وصول القهاتيين ثم ارتحل مخيم قبيلة أفراهم بحسب مجموعاتهم وكان أليشامع بن عميهود رئيساً لمجموعة أفراهم وكان جملي إيل بن فضهصور رئيساً لمجموعة منسة وكان أبيدن بن جدعوني رئيساً لمجموعة بنيامين ثم ارتحل قسم مخيم قبيلة دان مؤخرة جميع المخيمات وكان أخي عزر بن عمي شداي رئيساً لمجموعة دان وكان فجعي إيل بن عكران رئيساً لمجموعة أشير وكان أخير عبن عينا رئيساً لمجموعة نفتالي هذا هو ترتيب بني إسرائيل بحسب مجموعاتهم حين كانوا يرتحلون وقال موسى لحباب بن رعوئيل المدياني حمي موسى إننا مرتحلون إلى المكان الذي وعد الله بإعطائه لنا تعال معنا وسنكرمك لأن الله وعد بالخير لبني إسرائيل لكن حباب قال لموسى لن أذهب معكم لكني سأذهب إلى أرضي وعشيرتي فقال له موسى لا تتركنا فأنت تعرف أين يمكننا أن نخيم في الصحراء ستكون مرشداً لنا إن جئت معنا فإنه مهما عمل الله من أمور صالحة فإننا سنعمل الأمور ذاتها لك فارتحلوا من جبل الله وصافروا لمدة ثلاثة أيام وصار الكهنة بصندوق عهد الله المقدس أمامهم على مسافة ثلاثة أيام من السفر ليجدوا لهم مكاناً ليخيموا فيه وكانت سحابة الله فوقهم طيلة اليوم حين كانوا يرتحلون من مكان تخيمهم حين كان الصندوق المقدس يرتحل كان موسى يقول قم يا الله وليتبدد أعداءك وليهرب كارهوك منك وحين كان الصندوق ينزل كان موسى يقول عد يا الله إلى عشرات ألوف قبائل إسرائيل الأصحاح الحادي عشر تذمر الشعب وحين بدأ الشعب يتذمرون بشدة أمام الله سمع الله تذمرهم وغضب جداً فخرجت نار من الله عليهم والتهمت بعض الخيم في أطراف المخيم فصرخ الشعب إلى موسى طالبين العون فصلى موسى إلى الله فخمدت النار ولذا دعوا ذلك المكان تبعيره لأن ناراً من عند الله خرجت عليهم هناك اختيار السبعين شيخاً واشتهى الغرباء الذين خرجوا من مصر مع بني إسرائيل طعاماً أفضل وبكى بني إسرائيل ثانية وقالوا من يعطينا لحماً لنأكل نحن نتحصر على السمك الذي كنا نأكله في مصر مجاناً وكذلك على الخيار والبطيخ والكراث والبصل والثوم أما الآن فقد فقدنا شهيتنا فليس هناك سوى هذا المن لننظر إليه كان المن كبذور الكزبرة ولونه كالصمغ فانتشر الناس وجمعوا المن فكانوا يطحنونه بحجري الرحة أو يدقونه في الهاون ثم يسلقونه في قدر ويصنعون منه كعكاً طعمه كطعم الكعك المقلي بالزيت فحين كان الندى يأتي على أرض المخيم في الليل كان المن ينزل معه فسمع موسى الشعب يبكون في عشائرهم كل واحد على مدخل خيمته فغضب الله جداً وتضايق موسى من كل هذا وقال موسى لله لماذا سببت لي الضيق وأنا خادمك؟ لماذا لم أحظى برضاك؟ لماذا جعلت مسؤولية هذا الشعب وحمله على أكتافي؟ هل حبلت بكل هذا الشعب؟ هل ولدتهم حتى تقول لي احملهم في حدنك كالمربية التي تحمل طفلاً إلى الأرض التي وعدت بأن أعطيها لأبائهم؟ من أين لي لحم لأعطي كل هذا الشعب حين يبكون أمامي ويقولون أعطنا لحماً لنأكل؟ لا أستطيع أن أهتم بكل هذا الشعب وحدي لأنه أكثر مما أستطيع قيادته فإن كنت ستعاملني هكذا فأسألك أن تقتلني إن حظيت برضاك ولا تدعني أرى بليتي وبؤسي أكثر فقال الله لموسى اجمع لي سبعين من شيوخ إسرائيل تعرف أنهم شيوخ وقادة للشعب أحضرهم إلى خيمة الاجتماع وأوقفهم هناك معك فسأنزل وأتكلم معك هناك سأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيساعدونك في الاهتمام بالشعب حتى لا تهتم بهم وتحمل مسؤوليتهم وحدك وقل للشعب قدسوا أنفسكم لأجل الغد وستأكلون لحماً لأنكم بكيتم أمام الله وقلتم من يعطينا لحماً لنأكل كان الوضع في مصر أفضل سيعطيكم الله لحماً فتأكلونه ولن تأكلوا منه ليوم أو يومين أو خمسة أيام أو عشرة أو عشرين يوماً لكنكم ستأكلون لحماً لشهر كامل إلى أن يخرج من مناخركم فتقرفونه لأنكم رفضتم الله الساكن في وسطكم وبكيتم أمامه وقلتم لماذا خرجنا من مصر ثم قال موسى لله معي ستمائة ألف رجل ومع هذا فأنت تقول سأعطيهم لحماً وسيأكلون منه لمدة شهر كامل إن ذبحت الأغنام والأبقار فهل سيكون ذلك كافياً لهم؟ وحتى لو استضن كل سمك البحر فلن يكفيهم فقال الله لموسى هل قدرة الله محدودة؟ سترى الآن إن كان ما قلته سيتم أم لا فخرج موسى وأخبر الشعب بمقاله الله وجمع السبعين رجلاً من شيوخ إسرائيل وجعلهم يقفون حول الخيمة ثم نزل الله في السحابة وتكلم إلى موسى وأخذ الله من الروح الذي كان على موسى ووضعه على السبعين شيخاً وحين حل الروح عليهم بدأوا يتنبؤون لكنهم لم يتنبؤوا مرة ثانية وكان اثنان من الرجال قد بقي في المخيم وكان اسم أحدهما ألداد واسم الثاني ميداد وحل الروح عليهم وكان من ضمن المسجلين ولكنهما لم يخرج إلى خيمة الاجتماع ولذا كان يتنبؤان في المخيم فركض شاب وقال لموسى ألداد وميداد يتنبؤان في المخيم فقال يشوع بن نون مساعد موسى منذ شبابه يا سيدي موسى أوقف هما فقال موسى له أتغار علي إنني أتمنى لو أن كل شعب الله كانوا أنبياء إذ يضع الله روحه عليهم ثم رجع موسى والشيوخ إلى المخيم طيور السلوى وهبت ريح من عند الله فساقت طيور السلوى من البحر ونشرتها حول المخيم كانت الطيور على بعد مسير يوم من جميع جهات المخيم وعلى ارتفاع ذراعين فقام الناس وجمعوا من السلوى طيلة ذلك اليوم وتلك الليلة واليوم التالي وأقل كمية جمعها فرض واحد كانت نحو عشرة أكياس كبيرة ونشروا السلوى حول المخيم وبينما كان اللحم ما يزال بين أسنانهم وقبل أن يلتهم اشتد غضب الله على الشعب وأرسل الله مرضا فضيعا على الشعب ولذا دعوا ذلك المكان قبروتها التأوى لأنهم هناك دفنوا ذوي الشهوة ومن قبروتها التأوى ارتحل الشعب إلى حضيروت ومكثوا فيها الأصحاح الثاني عشر مريم وهارون يتذمران على موسى وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي كان تزوجها لأنه كان قد تزوج امرأة كوشية فقال هل تكلم الله من خلال موسى فقط؟ ألم يتكلم من خلالنا أيضا؟ فسمع الله هذا الكلام أما موسى فقد كان متواضعا جدا أكثر من كل الناس على الأرض وفورا قال الله لموسى وهارون ومريم أخرجوا ثلاثتكم إلى خيمة الاجتماع فخرج ثلاثتهم ثم نزل الله في عمود سحاب ووقف في مدخل الخيمة ودعا هارون ومريم فخرج كلاهما فقال الله اسمع كلامي حين يكون هناك نبي بينكم فإنني أنا الله أعلن عن نفسي له برؤيا وقد أتكلم معه في حلم لكني لا أتعامل هكذا مع خادمي موسى فأنا أثق بموسى في كل شؤون بيتي أتكلم إليه مباشرة وبوضوح وليس بألغاز وهو يرى شكل الله كيف لم تخاف من الإساءة لخادم موسى واشتعل غضب الله عليهما وتركهما وحين ارتفعت السحابة من الخيمة كان جلد مريم أبيض كالثلج فرآها هارون وعرف أنها برصاء فقال هارون لموسى يا سيدي لا تعاقبنا فقد تصرفنا بحماقة وأخطأنا فلا تتركها حتى ينسلخ جلدها كطفل ولد ميتا نصف مشوه فصرخ موسى إلى الله يا الله شفها فقال الله لموسى لو بسق أبوها في وجهها أفما كانت ستبقى مخزية لسبعة أيام فلتطرت خارج المخيم لسبعة أيام وبعد ذلك تعود فوضعوا مريم خارج المخيم لسبعة أيام ولم يرتحل الشعب حتى عادت مريم وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت وخيموا في برية فاران الأصحاح الثالث عشر إرسال المستكشفين إلى أرض كنعان وقال الله لموسى أرسل رجالا ليستكشفوا أرض كنعان التي سأعطيها لبني إسرائيل أرسلوا رجلا من كل عشيرة بحيث يكون من قادة قبيلته فأرسلهم موسى من برية فاران بحسب أمر الله وكان هؤلاء الرجال من قادة بني إسرائيل وهذه هي أسماؤهم من قبيلة رؤوبين شموع بن زكور ومن قبيلة شمعون شافاط بن حوري ومن قبيلة يهوذة كالب بن يفنة ومن قبيلة يساكر يجآل بن يوسف ومن قبيلة أفرايم هوشع بن نون ومن قبيلة بنيامين فلت بن رافو ومن قبيلة زبولون جدي إيل بن سودي ومن قبيلة يوسف أي قبيلة منسة جد بن سوسي ومن قبيلة دان عمي إيل بن جملي ومن قبيلة أشير ستور بن ميخائيل ومن قبيلة نفتالي نحب بن وفسي ومن قبيلة جاد جاءوا إيل بن ماكي هذه هي أسماء الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض ويستكشفوها أما هوشع بن نون فدعاه موسى يشوع وحين أرسلهم موسى لاستكشاف أرض كنعان قال لهم اسعدوا إلى النقب ثم إلى منطقة التلال تفحصوا طبيعة الأرض والساكنين فيها أهم أقوياء أم ضعفاء خليلون أم كثيرون تفحصوا طبيعة الأرض التي يعيشون فيها إن كانت حسنة أم رديئة وهل هي مخيمات مفتوحة أم حصون تحيطها أسوار وفحصوا الأرض إن كانت خصبة أم فقيرة وإن كان هناك أشجار أولا واحرسوا أن تحضروا من ثمر الأرض فقد كان ذلك الوقت بداية موسم العنب فذهبوا واستكشفوا الأرض من برية الصين إلى رحوبة قرب مدخل حماد فذهبوا إلى النقب وأتوا إلى حبرون وكانت قبائل أخيمان وشيشايا وتلماي تسكن هناك وهم من نسل عناق وكانت مدينة حبرون قد بنيت قبل مدينة سوعنا في مصر بسبع سنوات ثم أتوا إلى وادي أشكول ومن هناك قطعوا غصنا فيه عنقود عنب واحد حمله رجلان بعصا فيما بينهما كما حملوا معهم بعض العنب والتين أيضا ودعي ذلك المكان بوادي أشكول بسبب العنقود الذي قطعه بني إسرائيل من هناك ورجع الرجال من استكشاف الأرض بعد أربعين يوما وأتوا إلى موسى وهارون وكل بني إسرائيل في برية فاران في قادش وقدموا لهما ولكل الشعب تقريرا عما رؤوه وأروهم ثمر الأرض فقالوا لموسى قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها هي حقا أرض تفيض لبنا وعسلا وهذا ثمرها لكن الشعب الذي يعيش في الأرض قوي ومدنهم محصنة وضخمة جدا كما أننا رأينا من نسل عناق هناك والعمالقة يسكنون أرض النقب والحثيون واليبوسيون والأموريون يسكنون في التلال ويسكن الكنعانيون قرب البحر وعلى طول نهر الأردن حينئذ أسكت كالب الشعب الذي بقرب موسى وقال سنصعد ونمتلك الأرض لأننا قادرون على أن نغزوها ونمتلكها لكن الرجال الذين ذهبوا معه قالوا لسنا قادرين على أن نهزم ذلك الشعب لأنهم أقوى منا وهكذا ثبطوا بكلامهم هذا عزيمة بني إسرائيل بشأن الأرض التي استكشفوها وقالوا الأرض التي سافرنا عبرها لاستكشافها هي أرض تدمر الشعب الذي يعيش فيها وكل الناس الذين رأيناهم فيها من العمالقة وقد رأينا هناك الجبابرة جاء نسل عناق من الجبابرة فشعرنا وكأننا جراد أمامهم وهكذا كنا بالفعل في نظرهم الأصحاح الرابع عشر تدمر الشعب ثانية فأخذ الشعب يصرخون ويكون طيلة تلك الليلة وتدمر كل بني إسرائيل على موسى وهارون وقال كل الشعب لهما ليتنا متنا في أرض مصر أو في هذه الصحراء لماذا يحضرنا الله إلى هذه الأرض لنموت في الحرب وتأخذ نساؤنا وأطفالنا كغنيمة أليس من الأفضل لنا أن نعود إلى مصر؟ وقال بعضهم لبعض فلنختر رئيسا علينا ونرجع إلى مصر فوقع موسى وهارون إلى الأرض أمام كل جماعة بني إسرائيل ويشوع بن نونة وكالب بن يفنة الذين كان ممن استكشفوا الأرض مزق ثيابهما حزنا من موقف الشعب وقال لجميع بني إسرائيل الأرض التي جلنا فيها لاستكشافها أرض جيدة جدا فإن رضي الله عننا سيدخلنا إلى هذه الأرض وسيعطيها لنا إنها أرض تفيد لبنا وعسلا فلا تتمردوا على الله ولا تخافوا من شعب الأرض لأننا سنهزمهم قد زال عنهم ما كان يحميهم وأما نحن فالله معنا فلا تخافوا منهم فهدد كل الشعب بقتلهما رجما بالحجارة حينئذ ظهر مجد الله في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل وقال الله لموسى إلى متى يهينني هذا الشعب إلى متى لا يثقون بي على الرغم من كل العجائب التي عملتها بينهم سأرسل إليهم وباء فضيعا وأطردهم من أرضهم وسأجعلك يا موسى أمة أعظم وأقوى منهم فقال موسى لله حينئذ سيسمع المصريون بهذا لأنك أخرجت هذا الشعب من بينهم بقوتك وسيخبرون سكان هذه الأرض قد سمع سكان هذه الأرض بأنك مع هذا الشعب يا الله وبأنك ظهرت لهذا الشعب وبأن سحابتك تقف فوقهم وبأنك تسير أمامهم في عمود سحاب في النهار وفي عمود نار في الليل فإن قتلت هذا الشعب كله فإن الأمم التي سمعت عنك ستقول لم يستطع الله أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي وعدهم بها فقتلهم في الصحراء لذلك لتعظم قوة الله كما وعدت وقلت الله بطيء الغضب ومحبته عظيمة يغفر الذنب والمعصية لكنه لا يلغي العقوبة بل يحسب خطايا الآباء على أبنائهم وأحفادهم وأحفاد أبنائهم اغفر خطية هذا الشعب بحسب محبتك العظيمة كما غفرت له منذ خروجه من مصر وحتى الآن فقال الله سأغفر لهم كما طلبته لكني أقسم بذاتي وبمجد الذي سيملأ الأرض بمجد الله إن جميع أولئك أطاعني تماماً لذلك سأدخله إلى الأرض التي ذهب إليها ويرثها نسله هل عمالقة والكنعانيون يسكنون الوادي فاستديروا في الغد نحو الصحراء في الطريق إلى البحر الأحمر عقاب الله للشعب وكلم الله موسى وهارون فقال إلى متى سيستمر هذا الشعب الشرير في التذمر علي لقد سمعت تذمرات فلن تدخلوا الأرض التي وعدت بأن تسكنوا فيها باستثناء كالب بن يفن ويشوع بن نون وأطفالكم الذين قلتم بأنهم سيؤخذون غنيمة سأدخلهم الأرض وسيعرفون الأرض التي رفضتموها أما أنتم فستموتون في هذه الصحراء سيكون أبناؤكم رعاة في الصحراء لأربعين سنة سيعانون بسبب عدم أمانتكم إلى أن تسقط جثثكم جميعا في الصحراء ستعاقبون على خطاياكم لأربعين سنة بحسب عدد الأيام التي استكشفتم فيها الأرض أربعين يوما سنة مقابل يوم فتعرفون عاقبة الابتعاد عني أنا الله تكلمت وسأفعل ما تكلمت به عن هذا الشعب الشرير المجتمع ضدي فسيموتون جميعا في الصحراء وكان موسى قد أرسل رجالا ليستكشف الأرض فجعلوا كل الشعب يتذمر على موسى عندما رجعوا بأخبار محبطة عن الأرض هؤلاء الرجال الذين رجعوا بأخبار محبطة عن الأرض ماتوا بوباء أرسله الله عليهم فقط يشوع بن نون وكالب بن يفن بقي حيين من ضمن الرجال الذين ذهبوا ليستكشفوا الأرض محاولة للذهاب إلى الأرض وحين تكلم موسى بهذه الكلمات لكل بني إسرائيل ناح الشعب كثيرا ونهضوا في الصباح باكرا وبدأوا سيرهم نحو أعلى منطقة في منطقة التلال وقالوا ها نحن ذاهبون إلى المكان الذي وعد الله بإعطائه لنا فإننا أخطأنا إذ تذمرنا عليه حينئذ قال موسى لهم لماذا تعصون أمر الله لن تنجحوا فيما تعملون لا تصعدوا كي لا يهزمكم أعداؤكم لأن الله ليس معكم لأن العمالقة والكنعانيين سيكونون هناك ويقاومونكم وستقتلون في المعركة لأنكم لستم تتبعون الله فالله لن يكون معكم لكنهم صعدوا بعناد إلى أعلى موقع في منطقة التلال أما صندوق عهد الله وموسى فبقي وسط المخيم فنزل العمالقة والكنعانيون الذين كانوا يسكنون في تلك التلال وهاجموا بني إسرائيل وحطموهم طوال الطريق حتى حرمة الأصحاح الخامس عشر من يخطئ بغير قصد وقال الله لموسى قل لبني إسرائيل حين تدخلون الأرض التي ستسكنون فيها والتي سأعطيها لكم فحين تقدمون تقدمة لله من البقر أو الغنم ذبيحة صاعدة أو ذبيحة نذر أو ذبيحة اختيارية أو أية ذبيحة في أعيادكم المنتظمة لتقديم رائحة يسر بها الله فعلى من يقدم التقدمة لله أن يقدم معها تقدمة حبوب مقدار عشر قفة من الطحين الجيد ممزوجة بربع وعاء من زيت الزيتون ويقدم معها سكيبا مقداره ربع وعاء من النبيذ مع الذبيحة الصاعدة أو غيرها ربع وعاء لكل خروف وإذا كانت التقدمة كبشا فليقدم معها تقدمة حبوب مقدار عشري القفة من الطحين الجيد ممزوجة بثلث وعاء من زيت الزيتون ويقدم معها سكيبا مقداره ثلث وعاء من النبيذ كرائحة يسر بها الله وحين يقدم ثورا صغيرا ذبيحة صاعدة أو ذبيحة للوفاء بنذر أو ذبيحة اختيارية لله تقدم مع الثور الصغير تقدمة حبوب مقدار ثلاثة أعشار قفة من الطحين الجيد ممزوجة بنصف وعاء من زيت الزيتون ويقدم معها سكيبا مقداره نصف وعاء من النبيذ كرائحة يسر بها الله ينبغي أن يصنع هذا لكل ثور وكبش ومعز وتيس وخروف فمهما كان عدد الذبائح تصنعون هذا لكل واحدة منها على كل مواطن أن يعمل هذه الأمور حين يقدم لله تقدمة كرائحة يسر بها الله وكذلك الغريب الذي يقيم بينكم ليقدم تقدمة بالطريقة نفسها التي تقدمونها كرائحة يسر بها الله هذه شريعة واحدة جيلا بعد جيل للشعب وللغريب المقيم بينكم أنتم والغريب متساوون في هذا أمام الله فلكم وللغريب شريعة واحدة ونظام واحد وقال الله لموسى قل لبني إسرائيل حين أدخلكم إلى الأرض التي أقودكم إليها وحين تأكلون طعاما من الأرض ينبغي أن تقدموا تقدمة لله قدموا رغيفا من أول عجنة تقدمونه كما تقدمون تقدمة بيدر التذرية تقدمون من أول عجنة لكم تقدمة لله جيلا بعد جيل فإن أخطأتم بغير قصد فلم تعملوا بكل الأوامر التي أعطاها الله لموسى فلم تلتزموا بكل ما أمر الله به من خلال موسى من أول يوم بدأ الله بإعطائه الوصايا لكم ولكل أجيالكم وإن ارتكب أحدكم خطية خفية أو سهوا يقدم جميع الشعب ثورا واحدا ذبيحة صاعدة كرائحة يصر بها الله مع تقدمة الحبوب والسكيب المرافقة لها بحسب الشريعة ثم يقدمون تيسا واحدا ذبيحة خطية هكذا يطهر الكاهن بني إسرائيل كلهم كي يغفر لهم فقد كانت الخطية بغير قصد وقد قدموا تقدماتهم لله وذبيحة خطيتهم في حضرة الله عن الخطأ الذي ارتكبوه وسيغفر لكل بني إسرائيل وللغرباء الساكنين بينهم لأن الخطأ يتعلق بكل الشعب لكن إن أخطأ شخص ما بغير قصد يقدم عنزة عمرها سنة ذبيحة خطية ويكفر الكاهن في حضرة الله عن ذاك الذي أخطأ بغير قصد يكفر عنه فيغفر له هذه شريعة واحدة لكل من يخطئ بغير قصد للمواطن في إسرائيل وللأجنبي المقيم بينكم وأما من يرتكب خطية عن قصد وطنيا كان أم أجنبيا فإنه يهين الله وينبغي أن يقطع من وسط الشعب فلأنه احتقر كلام الله ونقض وصيته فإنه يقطع من الشعب ويتحمل ذنبه رجل يعمل يوم السبت ويوما كان بن إسرائيل في البرية فوجدوا رجلا يجمع خشبا يوم السبت فأخذه الذين وجدوه إلى موسى وهارون وكل الشعب ووضعوه تحت الحراسة لأنه لم يكن قد أعلن ما ينبغي أن يفعل به فقال الله لموسى يقتل ذلك الرجل يرجمه جميع الشعب خارج المخيم فأخذه كل الشعب إلى خارج المخيم ورجموه حتى مات بحسب أمر الله لموسى أهداب في الثياب للتذكير بوصايا الله ثم قال الله لموسى قل لبني إسرائيل أن يصنعوا لأنفسهم أهدابا على أطراف أثوابهم من الآن فصاعدا في كل أجيالهم وأن يضعوا خيطا أزرقا على الهدب في كل أطراف الثوب فترون تلك الأهداب وتتذكرون وصايا الله وتعملون بها فلا تتبعوا شهواتكم ورغباتكم وتكونوا غير أوفياء لله لكنكم بهذا تتذكرون جميع وصايايا وتكونون شعبا مقدسا لإلهكم أنا إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون إلها لكم أنا إلهكم الأصحاح السادس عشر تمرد بعض القادة على موسى أما قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي وداثان وأبي رام بن ألي آب وأود بن فالت من بني رأبين فبدأوا يقاومون موسى مع 250 رجلا من بني إسرائيل وكان هؤلاء الرجال رؤساء معروفين في المجتمع ممثلين للشعب ومعروفين فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما أنتما تبالغان فكل الشعب مقدس والله في وسطهم فلماذا ترفعان نفسيكم فوق جماعة الله وحين سمعهم موسى وقعا على وجهه إلى الأرض ثم قال موسى لقورح ولكل أدباعه في الصباح سيعلن الله من هم الذين ينتمون إليه ومن هو المقدس ومن يسمح له بالاقتراب منه فالذي يختاره سيسمح له بالاقتراب منه افعلوا ما آمركم به خذ أنت وأدباعك مجامر وضعوا نارا فيها وضعوا عليها بخورا في حضرة الله في الغد والرجل الذي يختاره الله سيكون هو المقدس إنكم تقولون ما لا ينبغي أيها اللاويون ثم قال موسى لقورح اسمعوا يا أبناء لاوي ألا يكفيكم أن إله إسرائيل أفرزكم من بني إسرائيل لتكونوا قريبين منه وتقوموا بواجبات مسكن الله المقدس وتقفوا أمام الشعب لتخدموهم لقد قربك الله أنت وإخوتك اللاويين لكنكم مع هذا تريدون أن تكونوا كهنة فأنت وأدباعك إنما تجتمعون ضد الله وما هو هارون حتى تتذمر عليه ثم دعا موسى داثان وأبي رام ابني ألي آب ولكنهما قالا لن نأتي ألا يكفيك أنك أخرجتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا كي تقتلنا في الصحراء؟ والآن تريد أن تجعل نفسك رئيسا علينا؟ كما أنك لم تحضرنا إلى أرض خصبة مليئة بخيرات كثيرة ولا أعطيتنا أرضا فيها حقول وكروم هل ستواصل خداع هؤلاء الرجال؟ لن نأتي فغضب موسى جدا وقال لله لا تقبل تقدمتهما لم أخذ منهما حتى حمارا ولم أظلمهما بأي شيء ثم قال موسى لقورح قف أنت وجماعتك في حضرة الله في الغد أنتم وهارون فليأخذ كل واحد منكم مجمرته ويضع بخورا فيها ثم على كل واحد منكم أن يحضر مجمرته أمام الله مئتين وخمسين مجمرة وأنتما يا قورح وهارون هاتى مجمرتيكما فحمل كل واحد مجمرته ووضع فيها جمرا مشتعلا وبخورا ووقفوا جميعا في مدخل خيمة الاجتماع مع موسى وهارون وجمع قورح كل الشعب عند مدخل خيمة الاجتماع ضدهما حينئذ ظهر مجد الله لكل الشعب وكلم الله موسى وهارون فقال ابتعدا عن الشعب وسأبيدهم في لحظة فوقع على وجههما وقالا يا الله أنت إله أرواح كل البشر هل تغضب على كل الجماعة في حين أن الذي أخطأ رجل واحد؟ فكلم الله موسى وقال قل للشعب ابتعدوا عن خيام قورح وداثان وأبي رام فقام موسى وذهب إلى داثان وأبي رام وذهب شيوخ إسرائيل معه وقال موسى للشعب ابتعدوا عن خيام هؤلاء الرجال الأشرار ولا تلمسوا شيئا من مقتنياتهم وإلا ستهلكون معهم بسبب خطاياهم فابتعدوا عن خيام قورح وداثان وأبي رام وكان داثان وأبي رام قد خرج ووقف في مدخل خيمتهما مع زوجاتهما وأولادهما وأطفالهما فقال موسى بهذا ستعرفون أن الله أرسلني لأعمل هذه الأشياء وأنها لم تكن فكرتي إن مات هؤلاء ميتة طبيعية ككل الناس وكانت مصيبتهم كمصائب كل الناس لا يكون الله قد أرسلني لكن إن عمل الله شيئا جديدا ففتحت الأرض فاها وابتلعتهم مع كل ما لهم ودفنوا أحياء حينئذ ستعرفون أن هؤلاء الرجال قد أهانوا الله وما أن انتهى موسى من هذا الكلام حتى انشقت الأرض تحتهم فكأن الأرض فتحت فاها وابتلعتهم مع عائلاتهم وكل أدباع قرح مع كل أملاكهم فدفنوا أحياء مع كل ما كان لهم وانطبقت الأرض عليهم فأبيدوا من وسط الشعب وهرب كل بني إسرائيل من حولهم حين سمعوا صياحهم لأنهم قالوا قد تبتلعنا الأرض نحن أيضا ثم أرسل الله نارا التهمت المائتين والخمسين رجلا الذين كانوا يقدمون البخور مجامر النار وكلم الله موسى فقال قل ألي عازر بن هارون الكاهن أن يأخذ المجامر من بين بقايا الحريق وأن يذري الجمر منها لأن المجامر صارت مقدسة خذ مجامر الذين أخطأوا ضد أنفسهم وهلكوا واصنعوا منها صفائح مطروقة لتكون غطاء للمذبح لأنهم قدموها في حضرة الله فجعلوها مقدسة وهكذا تكون علامة تحذير لبني إسرائيل فأخذ ألي عازر المجامر البرونزية التي قدمها الذين احترقوا وترقوها صانعين منها صفائح لتغطية المذبح كما قال الله لألي عازر على فم موسى وقد كان هذا الغطاء لتذكير بني إسرائيل بأن لا يقترب أحد ليس من نسل هارون إلى المذبح ليحرق بخورا في حضرة الله فيلاقي مصير قورح وأدباعه إنقاذ هارون للشعب وفي اليوم التالي تذمر بني إسرائيل على موسى وهارون وقالوا لقد سببتما موت شعب الله وبينما كان الشعب مجتمعين ضد موسى وهارون التفتوا إلى خيمة الاجتماع فرأوا السحابة تغطيها وظهر مجد الله حينئذ جاء موسى وهارون إلى أمام خيمة الاجتماع فكلم الله موسى وقال ابتعد عن هذا الشعب كي أهلكه في لحظة فانحنيا ووجهاهما إلى الأرض ثم قال موسى لهارون خذ المجمرة وضع فيها نارا من المذبح وضع فوقها بخورا واذهب بسرعة إلى الشعب وطهرهم لأن الله غاضب عليهم وقد بدأ الوباء فأخذ هارون مجمرة النار كما قال له موسى وركض إلى وسط الشعب ووجد أن الوباء قد بدأ يفتك في الشعب فوضع هارون بخورا في المجمرة وعمل ما ينبغي لتطهير الشعب ووقف هارون بين الموتى والأحياء فتوقف الوباء ووصل عدد الذين ماتوا من الوباء إلى أربعة عشر ألفا وسبعمائة بالإضافة إلى الذين سبق وأن ماتوا بسبب قورح ثم عاد هارون إلى موسى في مدخر خيمة الاجتماع بعد أن توقف الوباء الأصحاح السابع عشر هارون هو رئيس الكهنة وكلم الله موسى فقال كلم بني إسرائيل وخذ منهم اثنتي عشرة عصا عصا واحدة لكل قبيلة من جميع رؤساء القبائل واكتب اسم كل رجل على عصاه واكتب اسم هارون على عصا قبيلة لاوي إذ ستكون هناك عصا واحدة لكل واحد من رؤساء القبائل وضع العصية في خيمة الاجتماع أمام صندوق العهد حيث ألتقي بكم وعص الرجل الذي أختاره ستورق وهكذا سأوقف تذمرات بني إسرائيل التي يتذمرونها عليكما ثم كلم موسى بني إسرائيل وأعطى كل رؤسائهم عصيا عصا من كل رئيس عشيرة وكانت عصى هارون بين عصيهم ووضع موسى العصية في حضرة الله في خيمة العهد وفي اليوم التالي دخل موسى إلى خيمة العهد ورأى عصى هارون التي تمثل قبيل تلاوي قد أورقت وأخرجت براعم وأزهرت وأثمرت لوزا فحينئذ أخرج موسى كل العصي من محضر الله إلى بني إسرائيل فرأى كل القادة عصيهم وأخذ كل واحد عصاه فحينئذ قال الله لموسى أرجع عصى هارون إلى أمام صندوق الشهادة لحفظها كعلامة لتحذير المتمردين كي يتوقفوا عن التضمر علي كي لا يموتوا ففعل موسى ذلك تماما كما أمره الله فقال بني إسرائيل لموسى سنموت سنهلك سنفنى كل من يقترب من مسكن الله سيموت فهل سنموت جميعا؟ الأصحاح الثامن عشر عمل الكهنة واللاويين وقال الله لهارون أنت وأبناؤك وعشيرتك معك ستنالون العقاب على أي تنجيس يحدث للمكان المقدس وأنت وأبناؤك من بعدك ستنالون العقاب على أي تنجيس يحدث لكهنوتكم أحضر معك إخوتك قبيلة لاوي عشيرة أبيك وسينضمون إليك كي يساعدوك حين تكون أنت وأبناؤك أمام خيمة العهد سيقومون بخدمتك وخدمة الخيمة المقدسة لكن ليس لهم أن يقتربوا من أدوات المكان المقدس أو من المذبح كي لا يموتوا هم ولا أنتم سينضمون إليك ويقومون بواجب خدمة خيمة الاجتماع بما في ذلك الأعمال الثقيلة في الخيمة لكن لا يقترب غريب معكم اهتموا بالمكان المقدس والمذبح بأنفسكم كي لا أغضب على بني إسرائيل ثانية قد أخذت إخوتكم اللاويين من بين بني إسرائيل إنهم هدية لكم مكرسة لله للقيام بالأعمال الثقيلة في خيمة الاجتماع وأما أنت وأبناؤك فتقومون بواجبات الكهنة أنتم فقط تقتربون من المذبح وتجتازون خلف الستارة قوموا بعملكم فقد منحتكم خدمة الكهنوت عطية لكم وكل شخص آخر يقترب من خيمة الاجتماع يقتل وقال الله لهارون لقد عينتك أنا نفسي لحراسة العطايا التي تقدم لي بما في ذلك التقدمات المقدسة التي يقدمها بني إسرائيل سأعطيها لك ولأبنائك كحصة دائمة لكم سيكون هذا نصيبك من التقدمات المخصصة للكهنة بالكامل التي تبقى من نار المذبح جميع تقدماتهم بما فيها تقدمات الحبوب وذبائح القطية وذبائح التعويض التي يعيدونها لي جميعها ستكون نصيبا مخصصا بالكامل لك أنت وأبنائك فكلها نصيب مخصص للكهنة بالكامل يمكن لكل الذكور أن يأكل منها ستكون مخصصا لك وهذه أيضا ستكون لك جميع التقدمات التي يرفعها بني إسرائيل لي أعطيها لك ولأبنائك وبناتك كنصيب دائم يأكل منها كل طاهر في عائلتك سأعطيهم أول إنتاج بني إسرائيل الذي يقدمونه لله أفضل زيت ونبيذ وحبوب وتكون لك أول محاصيلهم الناضجة في أرضهم التي يقدمونها لله يمكن لأي شخص طاهر في عائلتك أن يأكل منها كل شيء يكرس في إسرائيل سيكون لك كل طفل بكر أو حيوان بكر يقدمونه لله يكون لكم لكن تأخذ مالا كفداء لأبكار الناس والحيوانات غير الطاهرة حين يبلغ البكر شهرا تأخذ مال الفداء بحسب المبلغ المحدد وهو خمسة مثاقيل من الفضة بحسب المقياس الرسمي للمثقال المثقال بعشرين قيراتا لكن لا تقبل مالا لفداء بكر الأبقار أو الخراف أو الماعز فهي مخصصة لله فاسفك دمها على المذبح وأحرق شحمها تقدمة كرائحة يصر بها الله وأما لحمها فيكون لك كالصدر أو الفخذ اليمنى من التقدمات المرفوعة في حضرة الله كل التقدمات المقدسة التي يقدمها بني إسرائيل لله سأعطيها لك ولأبنائك وبناتك كنصيب دائم هذا عهد ملح دائم من الله لك ولنسلك من بعدك وقال الله لهارون لن تحصل على أي نصيب في أرضهم ولن تملك أي حصة من الأرض في وسطهم أنا نصيبك وحصتك في وسط بني إسرائيل وأما اللاويون فسأعطيهم العشر من محاصيل بني إسرائيل ومن جميع ما ينتجونه هذه حصتهم مقابل خدمتهم في خيمة الاجتماع فعلى بني إسرائيل منذ الآن أن لا يقتربوا من خيمة الاجتماع فهم يقترفون بذلك خطية تؤدي إلى الموت فمنذ الآن يخدم اللاويون خدمة خيمة الاجتماع وهم يتحملون العقاب على أي تقصير هذه شريعة دائمة من الآن فصاعلا ولن ينال اللاويون حصة من الأرض مثل بقية إسرائيل فعلى بني إسرائيل أن يقدموا عشر دخلهم لله وأنا أعطي ذلك لللاويين كنصيب لهم بدل الأرض ولهذا قلت لن ينال اللاويون حصة من الأرض مثل بقية بني إسرائيل وكلم الله موسى فقال قل لللاويين حين تأخذون من بني إسرائيل أعشارهم التي أعطيتهم لكم منهم كنصيب لكم فعليكم حينئذ أن تقدموا لله عشرا من العشر ستحسب تقدمتكم كالقمح من بيدر التذرية وكالعصير من معصرة الخمر فينبغي أن تقدموا لله من العشر الذي تأخذونه من بني إسرائيل من ذلك العشر تقدمون تقدمة لله لهارون الكاهن من بين جميع التقدمات التي تأخذونها تقدمون تقدمة مناسبة لله تقدمون أفضل وأقدس جزء مما يقدم لكم وقل لهم حين تقدمون أفضل جزء منها ستحسب لكم أيها اللاويون كأنها من إنتاج بيدر التذرية ومعصرة الخمر يمكنك أنت وعائلتك أن تأكلوه في أي مكان لأنه أجرة لكم على عملكم في خيمة الاجتماع لن تعاقبوا إن قدمتم أفضل جزء من التقدمات فلا تنجسوا التقدمات بني إسرائيل المقدسة وإلا فإنكم ستموتون الأصحاح التاسع عشر رماد البقرة الحمراء وقال الله لموسى وهارون هذه هي فريدة الشريعة التي أمر الله بها قل لبني إسرائيل أن يحضر لك بقرة حمراء لا عيب فيها وصحيحة ولم يوضع عليها نير قط وأعطها لألعازر الكاهن الذي يأخذها خارج المخيم لتذبح أمامه ثم يأخذ ألعازر الكاهن من دمها بإصبعه ويرشه سبع مرات أمام خيمة الاجتماع ثم تحرق البقرة أمام عينيه جلدها ولحمها ودمها وأحشاؤها وكل ما فيها ويأخذ الكاهن خشب أرز وغصن زوفا وقطعة من قماش القرمز ويلقيها على البقرة المشتعلة ثم يغسل الكاهن ثيابه وجسده بالماء حينئذ يعود إلى المخيم لكنه يبقى غير طاهر حتى المساء أما الرجل الذي أحرقها فليغسل ثيابه وجسده في الماء لكنه يبقى غير طاهر حتى المساء ثم يذهب رجل طاهر ويجمع رماد البقرة ويضعه خارج المخيم في مكان طاهر يحفظ الرماد لبني إسرائيل لأجل التطهير فهو سيستخدم لماء تطهير القطية وعلى الرجل الذي جمع رماد البقرة أن يغسل ثيابه لكنه سيبقى غير طاهر حتى المساء هذه شريعة دائمة لبني إسرائيل وللأجانب المقيمين بينهم من يلمس جثة إنسان ميت يبقى غير طاهر لسبعة أيام فليتطهر بماء التطهير في اليومين الثالث والسابع حينئذ سيكون طاهرا فإن لم يتطهر في اليومين الثالث والسابع لا يعتبر طاهرا من يلمس جثة إنسان ميت ولا يتطهر فإنه ينجس مسكن الله المقدس لذلك يقطع من إسرائيل ولأن ماء التطهير لم يرش عليه يبقى غير طاهر لأن نجسته ما زالت عليه هذه هي الشريعة إن مات شخص في خيمة فكل من يدخل الخيمة أو كان فيها يكون غير طاهر لسبعة أيام كل صحن بلا غطاء يكون غير طاهر وكل من يلمس قتيلا قتل في معركة في البرية أو مات ميتة طبيعية أو يلمس عظمة ميت أو قبرا فإنه سيكون غير طاهر لمدة سبعة أيام فليأخذ بعض رماد ذبيحة التطهير لأجل الشخص المتنجس ثم يسكب ماء جار في وعاء وليأخذ شخص طاهر غصن زوفة ويغمسه في الماء وليرش الماء على الخيمة وعلى جميع الأوعية والناس الذين كانوا فيها ليرش الماء على كل من لمس عظما أو قتيلا أو ميتا ميتا طبيعية أو قبرا ليرش الشخص الطاهر الماء على غير الطاهر في اليومين الثالث والسابع فيصير طاهرا في اليوم السابع حيث يغسل غير الطاهر ثيابه وجسده في الماء فيصير طاهرا في المساء من يتنجس ولا يتطهر يقطع من إسرائيل لأنه نجس مكان الله المقدس ورفض أن يرش ماء التطهير عليه وهو نجس هذه فريدة دائمة لكم أما من يرش ماء التطهير فينبغي أن يغسل ثيابه ومن يلمس ماء التطهير يكون غير طاهر حتى المساء وكل ما يلمسه غير الطاهر يكون غير طاهر وكل شخص يلمسه يكون غير طاهر حتى المساء الأصحاح العشرون موت مريم وأتى كل بني إسرائيل إلى برية الصين في الشهر الأول وأقاموا في قادش وهناك ماتت مريم ودفنت خطأ موسى ولم يكن هناك ماء للشعب ليشربوا فاجتمعوا معا ضد موسى وهارون وتجادل الشعب مع موسى وقالوا له ليتنا متنا حين مات إخوتنا في حضرة الله لماذا أتيتما بشعب الله إلى هذه الصحراء كي نموت نحن وحيواناتنا هنا ولماذا أخرجتمان من مصر إلى هذا المكان المريع فليس في هذا المكان قمح ولا تين ولا كروم ولا رمان ولا حتى ماء للشرب فذهب موسى وهارون من أمام الشعب إلى مدخل خيمة الاجتماع وانحنيا ووجههما نحو الأرض فظهر مجد الله لهما وقال الله لموسى خذ أنت وهارون العصى واجمع الشعب وأمر الصخرة أمامهم بأن تعطي ماءها هكذا تخرج لهم ماء من الصخرة تزودهم بالماء ليشربوهم وحيواناتهم فأخذ موسى العصى من محضر الله كما أمره ثم جمع موسى وهارون الشعب أمام الصخرة وقال لهم موسى استمعوا أيها الشعب المتمرد هل نخرج لكم ماء من هذه الصخرة ثم رفع موسى يده وضرب الصخرة مرتين بالعصى فتدفق الماء منها وشرب الناس وحيواناتهم فقال الله لموسى وهارون لأنكما لم تثقا بي بما يكفي لتقدساني أمام بني إسرائيل لن تقودا هذا الشعب إلى الأرض التي سأعطيها لهم هذه هي مياه مريبة حيث تمرد بني إسرائيل على الله وحيث أظهر قداسته في وسطهم مقاومة أدوم لإسرائيل وأرسل موسى رسلا من قادشا إلى ملك آدوم وقال له أخوك إسرائيل يقول لك أنت تعرف الضيق الذي تعرضن له أن آباءنا نزلوا إلى مصر وأننا عشنا هناك لفترة طويلة وأن المصريين كانوا قساتا علينا وعلى آبائنا لكننا صرخنا إلى الله طالبين عونه وقد استجاب وأرسل ملاكا أخرجنا من مصر إننا في قادش المدينة التي على حدود أرضك فاسمح لنا بالمرور في أرضك نتعهد بأن لا نمر في الحقول أو الكروم أو نشرب ماء من آباركم نسير في طريق الملك لا نميل إلى اليمين أو اليسار حتى نجتاز أرضك فقال ملك آدوم لهم لا أسمح لكم بالمرور في أرضي فإن حاولتم عمل ذلك فإننا سنخرج ونقاومكم بالسيوف فقال بني إسرائيل له سنسير في طريق الملك وإن شربنا نحن أو حيواناتنا من مائك سندفع ثمنه اسمح لنا بأن نمر في أرضك سيرا على الأقدام هذا كل ما نطلبه منك وأما ملك آدوم فقال لن تمر في أرضي وخرج آدوم ليلاقي بني إسرائيل بجيش عظيم وقوي ورفض ملك آدوم السماح لبني إسرائيل بالمرور في أرضه فمالوا عن أرضه موت هارون فترك جميع بني إسرائيل قادشة وأتوا إلى جبل هور وقال الله لموسى وهارون على جبل هور الذي يقع قرب حدود آدوم ليمت هارون ويضم إلى جماعته فهو لن يدخل الأرض التي سأعطيها لبني إسرائيل لأنكما عصيتما أمري عند مريبة خذ هارون وألي عزار ابنه واصعد بهما إلى جبل هور ثم انزع ثياب هارون الكهنوتية عنه وألبسها لألي عزار ابنه فسيموت هارون هناك ويضم إلى جماعته ففعل موسى كما أمره الله فصعدوا إلى جبل هور أمام كل الشعب ونزع موسى ثياب هارون الكهنوتية عنه وألبسها لألي عزار ابنه ومات هارون على قمة الجبل حينئذ نزل موسى وألي عزار من الجبل وعرف جميع الشعب أن هارون قد مات فبكى جميع بني إسرائيل على هارون مدة ثلاثين يوماً الأصحاح الحادي والعشرون حرب مع الكنعانيين وسمع عراد الملك الكنعاني الذي كان يسكن في النقب أن إسرائيل كان آتياً في طريق أتاريم فحارب بني إسرائيل وسبى بعضاً منهم فنظر إسرائيل نظراً خاصاً لله فقال إن ساعدتنا في هزيمة هذا الشعب فسندمر مدنهم تماماً وسمع الله لصوت إسرائيل وساعدهم في هزيمة الكنعانيين فقضوا عليهم ودمروا مدنهم بالكامل ولذا دعوا اسم المكان حرمة الحية البرونزية ثم تركوا جبل هورة في الطريق إلى البحر الأحمر ليدوروا حول أرض آدوم فتضايق الشعب جداً في الطريق وبدأوا يتكلمون ضد الله وموسى لماذا جعلتمانا نترك مصر لنموت في الصحراء؟ فليس هناك خبز أو ماء في هذا المكان وقد مللنا هذا الطعام السخيف فأرسل الله حيات سامة إلى الشعب فلدغتهم ومات كثيرون من بني إسرائيل ولذا أتى الشعب إلى موسى وقالوا لقد أخطأنا إذ تكلمنا ضد الله وضدك صل إلى الله أن يأخذ الحيات بعيداً عنه فصلى موسى لأجل الشعب فقال الله لموسى اصنع حية نحاسية وضعها على عمود وحين ينظر إليها أي شخص لدغته حية فإنه سيشفى فصنع موسى حية نحاسية وعلقها على سارية خشبية فكان كل من لدغته حية ونظر إلى الحية البرونزية يشفى الرحلة إلى مؤاب ثم تركوا بني إسرائيل ذلك المكان وخيموا في أوبوت ثم تركوا أوبوت وخيموا في عيي عباريم في الصحراء على حد مؤاب إلى الشرق منها وتركوا ذلك المكان وخيموا في وادي زارد وتركوا ذلك المكان وخيموا على ضفة نهر أرنون في الصحراء الممتدة من أرض الأموريين فنهر أرنون هو الحد الفاصل بين مؤاب وأرض الأموريين ويوصف هذا في كتاب حروب الله كما يلي واهب في سوف وأودية أرنون ومنحدرات أوديته تؤدي إلى مساكن عار وتقع على حدود مؤاب ومن هناك ذهبوا إلى منطقة بير حيث البئر التي قال الله لموسى عنها اجمع الشعب هناك وأنا سأعطيهم ماء ثم رنم بني إسرائيل هذه الترنيمة تدفقي بالماء أيتها البئر رنموا لها البئر التي حفرها عظماء الشعب التي بدأ قادة الشعب بحفرها بصولجاناتهم وعصيهم ثم تركوا تلك الصحراء وأتوا إلى متانة ومن متانة أتوا إلى نحلي إيل ومن نحلي إيل أتوا إلى باموت ومن باموت أتوا إلى الوادي الذي في منطقة مؤاب على قمة جبل الفسجة الذي يشرف على الصحراء سيحون وعوج وأرسل إسرائيل رسلا إلى الملك سيحون ملك الأموريين فقال اسمح لنا بالمرور في بلدك ونحن نعد بأننا لن نميل إلى حقولك أو كرومك ولن نشرب ماء من بئرك سنسير في طريق الملك حتى نتجاوز أرضك لكن سيحون لم يسمح لإسرائيل بالمرور في أرضه بل جمع كل شعبه وخرج ليلتقي إسرائيل في الصحراء فجاء إلى ياهص وهاجم إسرائيل لكن إسرائيل قتلوه وأخذوا أرضه من نهر أرنون إلى نهر يبوق وإلى حدود أرض العمونيين لأن حدود العمونيين كانت قوية فأخذ إسرائيل كل هذه المدن وسكنوا كل مدن الآموريين تلك في حجبون والمدن المحيطة بها كانت أدوم مدينة الملك الأموري سيحون وكان سيحون قد حارب ملك مؤابة السابق وأخذ كل أرضه منه إلى نهر أرنون ولهذا يقول المغنون تعالوا إلى حجبون فليعد بناءها فليعد بناء مدينة حجبون لأن ناراً خرجت من مدينة سيحون ولهيباً من مدينة سيحون أكلت النار عار في مؤاب والتهمت التلال التي فوق أرنون ويل لك يا مؤاب قد تحطمتم يا شعب كموش جعل كموش أبنائك يهربون وبناتك أسيرات لسيحون ملك الأموريين ولكننا هزمنا هؤلاء الأموريين دمرنا مدنهم من حشبون إلى ديبون من نشيم إلى نوفح القريبة من ميدبة وسكن إسرائيل في أرض الأموريين وأرسل موسى رجالاً ليستكشفوا يعزير فأخذوا المدن المحيطة بها وأجبروا الأموريين الذين كانوا هناك على ترك المنطقة ثم ضار بن إسرائيل وصاروا في الطريق إلى باشان فخرج عوج ملك باشان إلى إذرعي مع كل شعبه ليحارب بني إسرائيل وقال الله لموسى لا تخف منه لأني سأسلمه هو وكل شعبه وكل أرضه إليك ففعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان يحكم في حشبون فقتل بن إسرائيل عوج وأبناءه وكل شعبه حتى لم يبقى هناك ناج واحد ثم أخذوا أرضه الأصحاح الثاني والعشرون بلعام وملك مؤاب ثم أكمل بن إسرائيل رحلتهم وخيموا في سهول مؤاب إلى الشرق من نهر الأردن مقابل أريحة ورأى بلاق بن صفور كل ما عمله بن إسرائيل بالأموريين وارتعب المؤابيون من بني إسرائيل لأنهم كانوا كثيرين كان المؤابيون مرتعبين من بني إسرائيل وقال ملك مؤاب لشيوخ مديان سيدمر هذا الشعب العظيم كل شيء حولنا كما يلتهم الثور عشب الحق وكان بلاق بن صفور ملك مؤاب في ذلك الوقت فأرسل بلاق رسلا إلى بلعام بن بعور في فتور الواقعة على نهر الفرات حيث كان يعيش شعب بلعام ليدعوه فقال له لقد خرج شعب من مصر وقد غطوا الأرض من كثرتهم وهم مخيمون بجواري والآن تعال والعن لي هذا الشعب لأنهم أقوى مني فربما أصبح عندها قادرا على مهاجمتهم وتردهم من الأرض أنا أعرف أن الذي تباركه يكون مباركا والذي تلعنه يكون ملعونا فذهب شيوخ مؤاب وشيوخ مديان ومعهم أجرة بلعام مقابل عرافته وأتوا إلى بلعام وأخبروه بما قاله بلاق فقال بلعام لهم أمكثوا هنا الليلة وأنا سأخبركم بما سيقوله الله لي فمكث رؤساء مؤاب عند بلعام وأتى الله إلى بلعام في حلم وقال له من هؤلاء الرجال الذين عندك فقال بلعام لله هؤلاء رجال أرسلهم بلاق بن صفور ملك مؤاب إلي برسالة يقول فيها خرج شعب من مصر وقد غطى الأرض من كثرته تعال الآن والعنهم لي وبهذا أصبح قادرا على محاربتهم وترضهم فقال الله لبلعام لا تذهب معهم ولا تلعن هذا الشعب لأنه مبارك فقام بلعام في الصباح وقال للقادة الذين أرسلهم بلاق ارجعوا إلى أرضكم لأن الله رفض أن يسمح لي بالذهاب معكم فقام قادة مؤاب وذهبوا إلى بالاق وقالوا له رفض بلعام أن يأتي معنا فأرسل بالاق مرة أخرى قادة آخرين أكثر عددا وأهمية من مجموعة القادة الأولى وذهبوا إلى بالعام وقالوا له هذا هو ما يقوله بالاق بن صفور أرجو أن لا يمنعك مانع من المجيء إلي لأني سأكافئك كثيرا وسأعطيك كل ما تطلبه فتعال والعن لي هذا الشعب فأجاب بالعام قادة بالاق حتى لو أعطاني بالاق ملء بيته من الفضة والذهب فإني لا أستطيع أن أعصي أمر إلهي بشيء كبير أو صغير والآن أمكثوا هنا الليلة كما فعل الآخرون لأعرف ماذا يريد الله أن يقول لي وفي تلك الليلة أطى الله إلى بالعام في حلم وقال له إن طلب هؤلاء الرجال منك الذهاب معهم قم واذهب معهم لكن افعل ما أطلبه منك فقط حمار بلعام فقام بلعام في الصباح وسرج حماره وذهب مع قادة مؤاب فغضب الله لأن بلعام ذهب فأتى ملاك الله ووقف في الطريق ليوقفه وقد كان بلعام راكبا على حماره ويرافقه اثنان من خدامه وحين رأى الحمار ملاك الله واقفا في الطريق وسيفه في يده انحرف الحمار عن الطريق وذهب إلى الحقل ولذا ضرب بلعام الحمار ليوعيده إلى الطريق ثم وقف ملاك الله في طريق ضيق بين كرمين لكل منهما حائط وحين رأى الحمار ملاك الله التسق بالحائط فضغط قدم بلعام فضرب بلعام الحمار ثانية ثم عاد ملاك الله ووقف في مكان ضيق لا يمكن تجاوزه إلى اليمين أو اليسار وحين رأى الحمار ملاك الله برك تحت بلعام فغضب بلعام وضرب الحمار بعصاه حينئذ جعل الله الحمار يتكلم فقال لبلعام ماذا عملت لك لتضربني ثلاث مرات فقال بلعام للحمار قد استهنت بي ليت في يدي سيف كي أقتلك الآن فقال الحمار لبلعام ألست حمارك الذي ركبته طيلة حياتك إلى هذا اليوم فهل عملت هذا معك سابقا فقال بلعام لا ففتح الله عيني بلعام ليرى ملاك الله الذي كان وقفا في الطريق وبيده سيف مسلول فسجل بلعام ووجهه إلى الأرض فقال ملك الله لماذا ضربت حمارك هذه المرات الثلاث لقد خرجت لإيقافك رأيت طريقك قد انحرف رآني الحمار فمال عني ثلاث مرات ولو لم يمل لكنت قتلتك واستبقيت الحمار فقال بلعام لملاك الله أخطأت بعدم معرفتي أنك كنت تقف في الطريق لتوقفني والآن إن كانت رحلتي لا ترضيك فإني سأرجع إلى بيتي فقال ملاك الله لبلعام اذهب مع الرجال لكن قل ما أقوله لك فقط فذهب بلعام مع القادة الذين أرسلهم بالاق استقبال بالاق لبلعام وحين سمع بالاق بقدوم بالعام خرج للقائه عند عير مؤاب الواقعة على نهر أرنون عند أبعد نقطة على الحدود فقال بالاق لبلعام ألم أرسل لك رجالا لأدعوك للمجيء فلماذا لم تأتي إلي هل أنا غير قادر على إكرامك ومكافأتك فقال بالعام لبلعام هيا قد أتيت إليك الآن فهل أستطيع أن أعمل شيئا؟ فعلي أن أقول ما يقوله الله لي وجاء بالعام مع بالاق إلى قرية حصوت وذبح بالاق بقرا وغنما وأرسلها إلى بالعام والقادة الذين كانوا معه وفي الصباح أخذ بالاق بالعام إلى باموت بعل فاستطاع بالعام من هناك أن يرى جزءا من بني إسرائيل الأصحاح الثالث والعشرون كلمة بالعام الأولى وقال بالعام لبالاق ابني سبعة مذابح هنا وجهز لي سبعة ثيران وسبعة كباش ففعل بالاق كما طلب بالعام وقدم بالاق وبلعام ثورا وكبشا ذبيحة صاعدة على كل مذبح فقال بالعام لبالاق قف بجانب محرقتك وأنا سأنفرد بنفسي فلربما سيلتقي الله بي ومهما أظهر الله لي فإني سأخبرك به ثم ذهب إلى قمة تلة فأتى الله إلى بالعام فقال بالعام لله قد نصبت سبعة مذابح وقدمت ثورا وكبشا على كل مذبح وأخبر الله بالعام بما ينبغي أن يقوله وقال الله له ارجع إلى بالاق وقل له كذا وكذا فرجع بالعام إلى بالاق الذي كان واقفا بجانب محرقته مع قادة مؤاب فتكلم بالعام بهذه الكلمات أحضرني بالاق إلى هنا من أرام أحضرني ملك مؤاب من الجبال الشرقية قال بالاق لي تعال والعن لي عقوب تعال وتكلم ضد بني إسرائيل كيف أستطيع أن ألعن من لم يلعنه الله كيف أستطيع أن أتكلم ضد الذين لم يتكلم الله ضدهم لأني من قمة الجبال أراهم ومن التلال أبصرهم ها إنهم شعب يعيش وحيدا ولا يعتبر نفسه أمة من الأمم من يستطيع أن يحصي شعب يعقوب وهو كالرمل أو أن يعد ولو ربع بني إسرائيل فالأمت ميتة المستقيمين ولتكن نهايتي كنهايتهم وقال بغلاق لبلعام ماذا عملت بي أحضرتك لتلعن أعدائي ولكن كل ما فعلته هو أنك باركتهم فأجاب بلعام ألا ينبغي أن أكون حريصا على قول ما يطلب الله مني قوله كلمة بلعام الثانية فقال بغلاق له تعال معي إلى مكان آخر يمكنك منه رؤيتهم ولن ترى سوى جزء منهم فلن تراهم جميعا ولعنهم لي هناك فأخذ بغلاق بلعام إلى حقل صوفيم على قمة جبل الفسجة وبنى بغلاق هناك سبعة مذابح وقدم ثورا وكبشا على كل مذبح حينئذ قال بلعام لبالاق قف هنا بجانب محرقتك بينما أنا ألتقي بالله هناك وأتى الله إلى بلعام وأخبره بما ينبغي أن يقوله وقال له ارجع إلى بالاق وقل له كذا وكذا فذهب بلعام إلى بالاق الذي كان واقفا بجانب ذبيحته مع قادة مؤاب فسأله بالاق ماذا قال الله حينئذ تكلم بلعام بهذه النبوة قم يا بالاق واستمع لي يا ابن صفور ليس الله إنسانا لكي يكذب ولا بشرا لكي يغير رأيه فهل يقول شيئا لكن لا يعمل به أو هل يعد بشيء لكن لا يوفي به ها قد أمرت بأن أبارك قد بارك إسرائيل ولن أستطيع تغيير هذا لا يرى سوء في شعب يعقوب ولا ديق في بني إسرائيل إلههم معهم وهو مسبح بينهم إنه مسبح كملك في وسطهم الله الذي أخرجهم من مصر قوي كقرني ثور بري وهو معهم فلا سحر يؤثر في يعقوب ولا عرافة تؤثر في إسرائيل سيعلم يعقوب وإسرائيل أعمال الله يقوم هذا الشعب كلبوة ويقف كأسد لن ينام إلى أن يأكل فريسته ويشرب دم الذين قتلهم حينئذ قال بالاق لبالعام إن لم ترد أن تلعنهم فلا تبركهم فأجاب بالعام بالاق ألم أخبرك بأني سأفعل كل ما يقوله الله لي وقال بالاق لبالعام تعال لأخذك إلى مكان آخر فربما سيرضى الله أن تلعنهم من هناك فأخذ بالاق بالعام إلى قمة جبل فغور المشرف على السحراء وقال بالعام لبالاق ابني لي سبعة مذابح هنا وجهز لي سبعة ثيران وسبعة كباش عليها ففعل بالاق ما طلبه بالعام فقدم ثورا وكبشا ذبيحة صاعدة على كل مذبح الأصحاح الرابع والعشرون كلمة بالعام الثالثة ورأى بالعام أنه أمر يرضي الله أن يبارك إسرائيل ولذا لم يعتزل كما فعل سابقا لكنه نظر إلى السحراء نظر بالعام فرأى بني إسرائيل مخيما بحسب قبائله فحل عليه روح الله وتكلم بهذه النبوة هذه هي رسالة بلعام بن بعور الرسالة التي رآها الرجل المفتوح العينين رسالة الذي يسمع كلام الله القدير فيقع أمامه وعيناه مفتوحتان ما أجمل خيامك يا شعب يعقوب ما أجمل مساكنك يا إسرائيل إن خيامك كبساتين ممتدة وكحضائق بجانب نهر وكأشجار طيب زرعها الله وكأرز بجانب المياه سيفيد الماء من دلائهم وسيكون لبذورهم ماء غزير سيكون ملكهم أعظم من ملك أجاج وستكون مملكتهم عظيمة جدا أخرجهم الله من مصر وهو لهم كقرني ثور بري سيهزمون أعداءهم وسيسحقون عظامهم وسيضربونهم بسهامهم إنهم يجثمون ويربدون كأسد إنهم مثل أسد فمن سينهضهم لا أحد كل من يلعنهم يكون ملعونا فغضب بلاق جدا من بلعام وأخذ يصفق بيديه من شدة الغضب وقال لبلعام قد دعوتك لتلعن أعدائي لكنك باركتهم هذه المرات الثلاث اذهب إلى بيتك الآن كنت أريد أن أكرمك وأكافئك ولكن الله منع عنك الإكرام والمكافأة فقال بلعام لبالاق ألم أقل لرسلك الذين أرسلتهم إلي حتى ولو أعطاني بالاق ملء بيته من الفضة والذهب فإني لا أستطيع سيان أمر الله بأن أعمل أي شيء صالح أو رديء من ذاتي لكن علي أن أقول ما يقوله الله لي والآن سأرجع إلى شعبي لكن تعال أخبرك بما سيعمله هذا الشعب في المستقبل كلمة بلعام الأخيرة حينئذ تكلم بلعام وقال هذه هي رسالة بلعام بن بعور الرسالة التي رآها الرجل المفتوح العينين رسالة الذي يسمع كلام الله ويستقبل المعرفة من العلي الذي يرى رؤا من الله القدير فيقع أمامه وعيناه مفتوحتان أراه لكن ليس الآن لكن في المستقبل أراه لكن ليس قريبا لكن في المستقبل البعيد سيخرج ملك كنجم من وسط شعب يعقوب سيقوم حاكم من بني إسرائيل سيسحق رؤوس شعب مؤاب ويحطم جماجم الشيثيين ستصبح أرض آدوم ملكا لبني إسرائيل وسيمتلكون سعير أرض أعدائهم بينما يزداد إسرائيل قوة وشجاعة سيأتي حاكم من يعقوب ويطلف كل ما بقي من تلك المدن ورأى بلعام عماليق فقال عنهم كان عماليق من أهم الأمم لكن نهايته ستكون ضمارا كاملا ورأى القينيين فقال عنهم بيتك آمن كعش موضوع على جبل عال لكن القينيين سيتعرضون للهلاك حين يسبيهم الأشوريون ثم تكلم بلعام فقال من سيعيش عندما يفعل الله هذا ستأتي سفن من شاطئ كتيم وستهزم آشور وعابر حتى شعب كتيم أنفسهم سيهلكون ثم قام بلعام ورجع إلى بيته ورجع بلاق أيضا في طريقه الأصحاح الخامس والعشرون إسرائيل في فغور وكان بن إسرائيل يقيمون في شطيم في ذلك الوقت بدأ رجال إسرائيل يزنون مع نساء مؤابيات ودعت النساء المؤابيات بني إسرائيل للمشاركة في الذبح لآلهاتهن فأكل بن إسرائيل من الذبائح وعبد آلهة المؤابيين وهكذا بدأ بن إسرائيل يعبدون الإله المزيف بعل فغور مما أغضب الله على إسرائيل فقال الله لموسى خذ كل قادة الشعب وعلقهم خارجا تحت الشمس أمام الله فيزول غضب الله على إسرائيل فقال موسى لقضاة إسرائيل على كل واحد منكم أن يقتل أقرباءه الذين يعبدون الإله المزيف بعل فغور وفي تلك اللحظة أتى أحد بني إسرائيل ومعه إمرأة مديانية قد أحضرها إلى إخوته فعلى هذا أمام موسى وكل بني إسرائيل الذين كانوا يبكون في مدخل خيمة الاجتماع وحين رأى فنحاس بن ألي عزار بن هارون الكاهن هذا ترك مكان تجمع الشعب وأمسك برمحه ولحق بالرجل الإسرائيلي إلى الخيمة وطعن فنحاس الإسرائيلية والمرأة المديانية في بطنيهما حينئذ توقف الوباء في بني إسرائيل وكان عدد الذين ماتوا من الوباء أربعة وعشرين ألفا وقال الله لموسى فنحاس بن ألي عزار بن هارون الكاهن أنقذ بني إسرائيل من غضبي فقد أظهر غيرتي بغيرته على مجدي في وسطهم ولذلك لم أقتل بني إسرائيل بسبب غيرتي فقل له إني أعقد عهد صداقة وسلام معه وهذا هو العهد هو ونسله الذي سيأتي من بعده سيكونون دائما كهنة لأنه كان غيورا على الله ومحبا له فأنقذ بني إسرائيل وكان اسم الإسرائيلي الذي قتل مع المرأة المديانية زمر بن سالو وهو قائد لعائلة في قبيلة شمعون أما اسم المرأة التي قتلت فهو كزبي بنت سور وأبوها رئيس في بعض قبائل مديان وقال الله لموسى عادوا المديانيين واقتلوهم لأنهم عادوكم بسبب المكيدة التي احتالوا عليكم بها في فغور وبسبب المكيدة التي دبروها من خلال قريبتهم كزبي بنت أحد رؤساء مديان التي قتلت في وقت الوباء بسبب ما حدث في فغور الأصحاح السادس والعشرون إحصاء الشعب وبعد الوباء الشديد قال الله لموسى وألي عازار بن هارون الكاهن أحصي كل بني إسرائيل بحسب عشائرهم كل الرجال من سن عشرين سنة فما فوق الذين يستطيعون الخدمة في الجيش فتكلم موسى وألي عازار إلى بني إسرائيل في سهول مؤاب بقرب نهر الأردن إلى الشرق من أريحة في الجهة الأخرى للنهر فقال أحصوا كل الرجال من سن عشرين سنة فما فوق كما أمر الله موسى وبني إسرائيل حين خرجوا من أرض مصر كان رؤبين بكر إسرائيل هؤلاء هم نسل رؤبين من حنوك عشيرة الحنوكيين ومن فلو عشيرة الفلوويين ومن حصرون عشيرة الحصرونيين ومن كرمي عشيرة الكرميين هذه هي عشائر رؤبين وكان عدد مسجلين ثلاثة وأربعين ألفا وسبعمائة وثلاثين وكان لفل ابن هو ألي آب وأبناء ألي آب هم نموئيل وداثان وأبيرام وداثان وأبيرام هما المدعوان من الشعب الذان تمرد على موسى وهارون مع أتباع قورح حين تمردوا على الله إذ فتحت الأرض فمها وابتلعتهم فماتوا مع قورح وجماعته أكلت النار مئتين وخمسين رجلا فصاروا مثلا للشعب وأما أبناء قورح فلم يموتوا وهؤلاء هم نسل شمعون بحسب عشائرهم من نموئيل عشيرة النموئيليين ومن يامين عشيرة اليامنيين ومن ياكين عشيرة الياكينيين ومن زارح عشيرة الزارحيين ومن شأول عشيرة الشأوليين هذه هي عشائر شمعون اثنان وعشرون ألفا ومئتان وهؤلاء هم نسل جاد بحسب عشائرهم من صفون عشيرة الصفونيين ومن حجي عشيرة الحجيين ومن شوني عشيرة الشونيين ومن أزني عشيرة الأزنيين ومن عيري عشيرة العيريين ومن أرود عشيرة الأروديين ومن أرئيلي عشيرة الأرئيليين هذه هي عشائر جاد وكان عدد المسجلين أربعين ألفا وخمسمائة وكان عير وأونان بنين اليهوذة وقد مات في أرض كنعان وهؤلاء هم نسلوا يهوذة بحسب عشائرهم من شيلة عشيرة الشيليين ومن فارس عشيرة الفارسيين ومن زارح عشيرة الزارحيين وهؤلاء هم نسل فارس من حصرون عشيرة الحصرونيين ومن حامول عشيرة الحاموليين هذه هي عشائر يهوذة وكان عدد المسجلين ستة وعشرين ألفا وخمسمائة وهؤلاء هم نسلوا يهوذة وكان عشائر بحسب عشائرهم من طولاع عشيرة التولاعيين ومن فوة عشيرة الفويين ومن ياشوب عشيرة الياشوبيين ومن شمرون عشيرة الشمرونيين هذه هي عشائر يساكر وكان عدد المسجلين أربعة وستين ألفا وثلاثمائة وهؤلاء هم نسلوا زابولون بحسب عشائرهم من سارد عشيرة السارديين ومن إيلون عشيرة الإيلونيين ومن يحليئيل عشيرة اليحليئيين هذه هي عشائر زابولون وكان عدد المسجلين ستين ألفا وخمسمائة وكان منسة وإفرايم ابني يوسف وهؤلاء هم نسلوا منسة بحسب عشائرهم من ماكير عشيرة الماكيريين وكان ماكير أبا جلعاد ومن جلعاد عشيرة الجلعاديين وهؤلاء هم نسل جلعاد من إي عزر عشيرة الإي عزريين ومن حالق عشيرة الحالقيين ومن إسرائيل عشيرة الإسرائيليين ومن شكم عشيرة الشكميين ومن شميداع عشيرة الشميداعيين ومن حافر عشيرة الحافريين وكان صلفحاد ابنا لحافر ولم يكن له أبناء ذكور لكن كانت له بنات وأسماء بنات صلفحاد محلة ونوعة وحجلة وملكة وطرسة هذه هي عشائر منسة وكان عدد المسجلين اثنين وخمسين ألفاً وسبعمائة هؤلاء هم نسل أفرايم بحسب عشائرهم من شوتالح عشيرة الشوتالحيين ومن باكر عشيرة الباكريين ومن تاحن عشيرة التاحنيين وكان عيران من عشيرة شوتالح ومن عيران عشيرة العيرانيين هذه هي عشائر أفرايم وكان عدد المسجلين اثنين وثلاثين ألفاً وخمسمائة هؤلاء هم نسل يوسف بحسب عشائرهم وهؤلاء هم نسل بنيامين بحسب عشائرهم من بالع عشيرة البالعيين ومن أشبيل عشيرة الأشبيليين ومن أحيرام عشيرة الأحيراميين ومن شفوفام عشيرة الشفوفاميين ومن حوفام عشيرة الحوفاميين وكان أرض ونعمان بني بالع ومن أرض عشيرة الأرديين ومن نعمان عشيرة النعمانيين هذه هي عشائر بنيامين وكان عدد المسجلين خمسة وأربعين ألفاً وستمائة وهؤلاء هم نسل دان بحسب عشائرهم من شوحام عشيرة الشوحاميين هؤلاء هم نسل دان بحسب عشائرهم وكان عدد المسجلين أربعة وستين ألفاً وأربعمائة وهؤلاء هم نسل آشيرة بحسب عشائرهم من يمنى عشيرة اليمنيين ومن يشوي عشيرة اليشويين ومن بريعة عشيرة البريعين ونسل بريعتهم من حابر عشيرة الحابريين ومن ملكي إيل عشيرة الملكي إيليين وكانت لأشير ابنة اسمها سارح هذه هي عشائر أشير وكان عدد المسجلين ثلاثة وخمسين ألفاً وأربعمائة وهؤلاء هم نسل نفتال بحسب عشائرهم من يحصي إيل عشيرة اليحصي إيليين ومن جوني عشيرة الجونيين ومن يصر عشيرة اليسريين ومن شليم عشيرة الشليميين هذه هي عشائر نفتالي وكان عدد المسجلين خمسة وأربعين ألفاً وأربعمائة فكان بذلك عدد المسجلين من بني إسرائيل ستمائة ألف وألفاً وسبعمائة وثلاثين وقال الله لموسى ستقسم الأرض بين هؤلاء بحسب عدد أسمائهم للمجموعة الكبيرة أعطي حصة كبيرة وللمجموعة الصغيرة أعطي حصة صغيرة فلتتناسب الحصص مع عدد المسجلين من كل مجموعة لكن موقع الأرض يتم تعيينه بالقرعة فسيمتلكون الأرض بحسب أسماء آباء قبائلهم وسيتم تعيين حصة كل عشيرة بإلقاء القرعة سواء أكانت حصة كبيرة أم صغيرة وهؤلاء هم اللاويين الذين تم إحصاؤهم بحسب عشائرهم من جرشون عشيرة الجرشونيين من قهات عشيرة القهاتيين من مراري عشيرة المراريين وهذه هي عشائر لاوي عشيرة اللبنيين وعشيرة الحبرونيين وعشيرة المحليين وعشيرة الموشيين وعشيرة القورحيين وكان قهات والد عمرام وكان اسم زوجة عمرام يوكابد وهي من نسل لاوي ولدت له في مصر وولدت يوكابد لعمرام هارون وموسى وأختهما مريم وكان ناداب وأبيه وألي عازر وإيثامار أبناء هارون ومات ناداب وأبيه حين قدم نارا غير مسموح بها في حضرة الله وكان عدد المسجلين من اللاويين أي كل الذكور من سن شهر فما فوق ثلاثة وعشرين ألفا ولم يتم إحصاء اللاويين مع بقية بني إسرائيل لأنهم لم يعطوا حصة من الأرض مع بقية بني إسرائيل هؤلاء هم الرجال الذين أحصاهم موسى وألي عازر الكاهن حين أحصيا بني إسرائيل في سهول مؤاب بجانب نهر الأردن إلى الشرق من أريحة من الجهة الأخرى للنهر ومن بين هؤلاء لم يكن هناك أي واحد ممن أحصاهم موسى وهارون حين أحصيا بني إسرائيل في برية سيناء فالله قال بشأنهم سيموتون في الصحراء فلم يبق أحد منهم حيا سوى كالب بن يفنة ويشوع بن نون الأصحاح السابع والعشرون بنات صلوفحاد فتقدمت بنات صلوفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكير بن منسة من قبيلة منسة بن يوسف وكانت أسماء بناته محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة فوقفنا أمام موسى وألي عازار الكاهن والرؤساء وكل الشعب في مدخل خيمة الاجتماع وقلنا مات أبونا في الصحراء ولم يكن مع جماعة قورح الذين تمردوا على الله لكنه مات بسبب خطيته ولم يكن لديه أبناء ذكور فلماذا لا يذكر اسم أبينا وسط عشيرته لأنه ليس لديه أبناء ذكور أعطنا أرضا في وسط عشيرتنا فأتى موسى بقضيتهن إلى الله فكلم الله موسى وقال إن طلب بناتي صلفحاد حق وعادل أعطهن أرضا يورثنها لنسلهن وسط عشيرتهن أعطهن حق أبيهن وقل لبني إسرائيل حين يموت الرجل وليس له ابن أعطوا حصته لبناته وإن لم يكن له بنات أعطوا حصته لإخوته وإن لم يكن له إخوة أعطوا حصته لأعمامه وإن لم يكن لأبيه إخوة أعطوا الأرض لأقرب أقربائه من عشيرته فيمتلكها هذه شريعة لبني إسرائيل كما أمر الله موسى تعين يشوعك قائد للشعب وقال الله لموسى اصعد إلى هذا الجبل في منطقة جبال عباريم وانظر إلى الأرض التي سأعطيها لبني إسرائيل بعد أن تراها ستنضم إلى أبائك كما انضم أخوك هارون إلى آبائه هذا لأنكما عصيتما أمري في برية الصين حين ثار الشعب علي ولم تكرمان وتقدسان عند الماء أمامهم قصد بذلك مياه مريبة قرب قادش في برية الصين فكلم موسى الله وقال له الله هو إله أرواح الناس جميعا فليعين رجلا قائدا لهذا الشعب يقودهم في الحرب وفي كل أمور حياتهم كي لا يكون شعب الله كقطيع غنم لا راعي له فقال الله لموسى خذ يشوع بن نون الرجل الذي فيه روح الله وضع يدك عليه أوقفه أمام ألي عازر الكاهن وكل الشعب وأوصه وسلمه ما هام القيادة أمام الشعب وامنحه من جاهك كي يطيعه بني إسرائيل ويحترمونه فليقف يشوع أمام ألي عازر الكاهن وألي عازر سيطلب الإرشاد بمساعدة الأوريم والتميم في حضرة الله لأجل يشوع فبحسب أمر الله يخرج يشوع وكل بني إسرائيل معه للحرب وبحسب أمر الله يرجعون ففعل موسى بحسب ما أمره الله فأخذ يشوع وأوقفه أمام ألي عازر الكاهن وكل الشعب حينئذ وضع موسى يديه على يشوع وأوصاه كما قال الله عن طريق موسى الأصحاح الثامن والعشرون التقدمات اليومية وكلم الله موسى وقال أوصي بني إسرائيل وقل لهم احرسوا على تقديم تقدماتي من الطعام المعد بالنار في مواعيده المحددة فرائحته تسرني وقل لهم هذا وقود النار الذي تقدمونه لله حملان عمر الواحد سنة لا عيب فيهما يقدمان ذبيحة صاعدة كل يوم ودائما يقدم حمل واحد في الصباح والثاني يقدم بعد الغروب وقبل حلول الظلام كما تقدم عشر قفة من الطحين الناعم الممزوج بمقدار وعاء واحد من الزيت هذه هي الذبيحة الصاعدة الدائمة المنتظمة التي بدأت على جبل سيناء المتقدة بالنار لله ورائحتها تسرني أما السكيب المرافق فمقدار وعاء واحد من النبيذ لكل حمل ويسكب الشراب لله في المكان المقدس ومثل تقدمة الصباح قدم الحمل الثاني بعد الغروب وقبل حلول الظلام كما في الصباح وقودا للنار كرائحة يسر بها الله وتقدمه مع سكيب مماثل تقدمات السبت وفي يوم السبت قدم حملين عمر الواحد سنة لا عيب فيهما مع عشري القفة من الطحين الناعم الممزوج بزيت قدمهما مع السكيب المناسب ذبيحة صاعدة كل سبت هذا عدد ذبائح اليومية مع سكيبها التقدمات الشهرية وفي اليوم الأول من كل شهر قدموا ذبيحة صاعدة لله عجلين وكبشا واحدا وسبعة حملان عمر الواحد منها سنة وجميعها بلا عيب وقدموا معها ثلاثة أعشار القفة من الطحين الجيد ممزوجا بزيت لكل ثور وعشري القفة من الطحين الجيد ممزوجا بزيت لكل كبش وعشر القفة من الطحين الجيد ممزوجا بزيت لكل حمل هذه ذبيحة صاعدة وقودا للنار كرائحة يصر بها الله أما السكيب المرافق لها فمقدار نصف وعاء من النبيذ لكل ثور وثلث وعاء لكل كبش وربع وعاء لكل حمل هذه ذبيحة صاعدة تقدم في بداية كل شهر من شهور السنة وتقدمون تيسا واحدا ذبيحة خطية هذا عدى الذبيحة اليومية المنتظمة وما يرافقها من السكيب عيد الفصح وفي اليوم الرابع عشر من الشهر الأول تقدمون ذبيحة الفصح لله ويكون اليوم الخامس عشر من الشهر عيدا ولمدة سبعة أيام تأكلون خبزا غير مختمر في اليوم الأول يكون هناك اجتماع مقدس وتتركون جميع أعمالكم في ذلك اليوم قدموا وقودا للنار ذبيحة صاعدة لله من عجلين وكبش واحد وسبعة حملان عمر كل واحد سنة وجميعها بلا عيب كما تقدمون ما يرافق ذلك من الطحين الناعم ممزوجا بزيت ثلاثة أعشار القفة لكل عجل وعشرين اثنين لكل كبش وعشرا واحدا لكل حمل من الحملان السبعة وينبغي تقديم تيس ذبيحة خطية للتكفير عن خطاياكم هذا عدى الذبيحة الصباحية المنتظمة الصاعدة وما يرافقها من تقدمة الطحين والتقدمة السائلة قدموا هذه التقدمات كل يوم لمدة سبعة أيام وقودا للنار كرائحة يسر بها الله مع ما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب وفي اليوم السابع يكون لكم اجتماع مقدس وتتركون جميع أعمالكم في ذلك اليوم عيد الأسابيع الخمسون وفي اليوم الذي يحصد فيه أول الزرع عيد الأسابيع حين تقدمون لله تقدمة من القمح الجديد لله سيكون لكم تجمع مقدس وتتركون جميع أعمالكم في ذلك اليوم تقدمون فيه ذبيحة صاعدة كرائحة يسر بها الله تقدمون عجلين وكبش وسبعة حملان عمر كل واحد منها سنة كما تقدمون ما يرافق ذلك من الطحين الناعم ممزوجا بزيت ثلاثة أعشار القفة لكل ثور وعشرين اثنين لكل كبش وعشرا واحدا لكل حمل من الحملان السبعة وتقدمون تيسا للتكفير عن خطاياكم هذا عدد ذبيحة اليومية المنتظمة وما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب بمقاديرها المعتادة الأصحاح التاسع والعشرون عيد الأبواق وفي اليوم الأول من الشهر السابع يكون لكم اجتماع مقدس تتركون جميع أعمالكم فيه ففي ذلك اليوم تنفخون بالأبواق وتقدمون ذبائح صاعدة كرائحة يسر بها الله فتقدمون عجلا واحدا وكبشا واحدا وسبعة حملان عمر كل واحد منها سنة وجميعها بلا عيب كما تقدمون ما يرافق ذلك من الطحين الناعم ممزوجا بزيت ثلاثة أعشار القفة من الطحين لكل ثور وعشرين اثنين لكل كبش وعشرا واحدا لكل حمل من الحملان السبعة كما تقدمون تيسا واحدا ذبيحة خطية للتكفير عن خطاياكم هذا عدد ذبيحة الشهرية المنتظمة والذبيحة اليومية المنتظمة وما يرافقهما من تقدمة الحبوب والسكيب بمقاديرها المعتادة كرائحة يسر بها الله عيد الكفارة وفي اليوم العاشر من الشهر السابع يكون لكم تجمع مقدس خاص وفيه تتذللون بالصوم والملابس البسيطة ولا تعملون أي عمل لكن تقدمون ذبائح صاعدة لله كرائحة يسر بها فتقدمون عجلا واحدا وكبشا واحدا وسبعة حملان عمر كل واحد منها سنة وجميعها بلا عيب كما تقدمون تقدمات حبوب مع الذبائح الصاعدة من الطحين الجيد ممزوجا بزيت تقدمون ثلاثة أعشار القفة لكل ثور وعشرين اثنين لكل كبش وعشرا واحدا لكل حمل من الحملان السبعة كما تقدمون تيسا واحدا ذبيحة خطية للتطهير تقدمون هذه الذبائح مع ذبيحة اليوم الأول من الشهر ومع تقدمة الحبوب المرافقة لها ومع الذبيحة اليومية وتقدمة الحبوب المرافقة لها والسكيب عيد السقائف وفي اليوم الخامس عشر من الشهر السابع يكون لكم اجتماع مقدس وتتركون جميع أعمالكم في ذلك اليوم تحتفلون بعيد الله لسبعة أيام وفي هذا اليوم قدموا ذبائح صاعدة لله كرائحة يصر بها الله قدموا ثلاثة عشر عجلا وكبشين وأربعة عشر حملا عمر كل واحد منها سنة وجميعها بلا عيب كما تقدمون ما يرافق ذلك من الطحين الناعم ممزوجا بزيت ثلاثة عشر القفة لكل ثور من العجول الثلاثة عشر وعشرين اثنين لكل كبش من الكبشين وعشرا واحدا لكل حمل من الحملان الأربعة عشر كما تقدمون تيسا واحدا ذبيحة خطية هذا عدد ذبيحة اليومية المنتظمة وما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب وفي اليوم الثاني قدموا ثني عشر عجلا وكبشين وأربعة عشر حملا عمر كل واحد منها سنة وجميعها بلا عيب وتقدمون ما يرافق هذا من تقدمة الحبوب والسكيب للعجول والكبشين والحملان بحسب عددها كالعادة وتقدمون تيسا واحدا ذبيحة خطية هذا عدد ذبيحة اليومية المنتظمة وما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب وفي اليوم الثالث قدموا أحد عشر عجلا وكبشين وأربعة عشر حملا عمر كل واحد منها سنة وجميعها بلا عيب وتقدمون ما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب للعجول والكبشين والحملان بحسب عددها كالعادة وتقدمون تيسا واحدا ذبيحة خطية هذا عدد ذبيحة اليومية المنتظمة وما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب وفي اليوم الرابع قدموا عشرة عجول وكبشين وأربعة عشر حملا عمر كل واحد منها سنة وجميعها بلا عيب وتقدمون ما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب للعجول والكبشين والحملان بحسب عددها كالعادة وتقدمون تيسا واحدا ذبيحة خطية هذا عدد ذبيحة اليومية المنتظمة وما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب وفي اليوم الخامس قدموا تسعة عجول وكبشين وأربعة عشر حملا عمر كل واحد منها سنة وجميعها بلا عيب وتقدمون ما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب للعجول والكبشين والحملان بحسب عددها كالعادة وتقدمون تيسا واحدا ذبيحة خطية هذا عدد ذبيحة اليومية المنتظمة وما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب وفي اليوم السادس قدموا ثمانية عجول وكبشين وأربعة عشر حملا عمر كل واحد منها سنة وجميعها بلا عيب وتقدمون ما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب للعجول والكبشين والحملان بحسب عددها كالعادة وتقدمون تيسا واحدا ذبيحة خطية هذا عدد ذبيحة اليومية المنتظمة وما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب وفي اليوم السابع قدموا سبعة عجول وكبشين وأربعة عشر حملا عمر كل واحد منها سنة وجميعها بلا عيب وتقدمون ما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب للعجول والكبشين والحملان بحسب عددها كالعادة وتقدمون تيسا واحدا ذبيحة خطية هذا عدد ذبيحة اليومية المنتظمة وما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب وفي اليوم الثامن تتفرغون للعبادة فتتركون جميع أعمالكم في ذلك اليوم وتقدمون ذبيحة صاعدة معدة بالنار كرائحة يسر بها الله ثورا واحدا وكبشا واحدا وسبعة حملان عمر كل واحد منها سنة وجميعها بلا عيب وتقدمون ما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب للثور والكبش والحملان بحسب عددها كالعادة وتقدمون تيسا واحدا ذبيحة خطية هذا عدد ذبيحة اليومية المنتظمة وما يرافقها من تقدمة الحبوب والسكيب قدموا هذه الذبائح والتقدمات لله في أعيادكم بالإضافة إلى النذور والتقدمات الاختيارية من ذبائح صاعدة وتحين وتقدمات سائلة وذبائح سلام فتكلم موسى إلى بني إسرائيل بكل ما أمره الله بأن يقوله الأصحاح الثلاثون النذور والتعهدات وقال موسى لرؤساء قبائل بني إسرائيل هذا هو ما أمر الله به إذا تعهد رجل بنذر لله أو أقسم فألزم نفسه بأمر ما فلا يكسر كلامه بل ليفعل ما نطق به لكن إن تعهدت امرأة بنذر لله أو ألزمت نفسها بأمر وهي ما تزال تسكن بيت أبيها لأنها صغيرة وسمع أبوها نذرها وما ألزمت نفسها به ولم يعترض تبقى جميع نذورها والتزاماتها التي ألزمت نفسها بها ثابتة فإنهاها أبوها يوم سمعت عهداتها تسقط عنها جميع نذورها والتزاماتها التي ألزمت نفسها بها والله سيغفر لها لأن أباها نهاها عن ذلك لكن إن تزوجت بعد أن نذرت نذرا أو تعهدت بأمر معين وسمع زوجها ولم يعترض عندما سمعها فعليها الوفاء بنذورها والالتزام بما تعهدت به فإن عبر زوجها عن عدم موافقته حين سمع كلامها فعليها أن تلغي نذرها الذي التزمت به وتعهدها الذي نطقت به والله سيغفر لها كل نذر تتعهد به أرملة أو مطلقة على نفسها ينبغي الوفاء به لكن إن تعهدت امرأة متزوجة بالقيام بأمر معين وسمع زوجها عن الأمر ولم يقل شيئا لها ولم يمنعها عن الوفاء به فإنها تكون ملزمة بالوفاء بكل تعهداتها لكن إن ألغى زوجها تعهداتها حين سمع بها فإنها لا تكون مطالبة بالوفاء بها إذ أن زوجها ألغى تعهداتها والله سيغفر لها وإذا نذرت امرأة نذرا أو تعهدت بالامتناع عن شيء يمكن لزوجها أن يسمح لها بالوفاء بما تعهدت به أو يمكنه إلغاؤه فإن لم يقل زوجها شيئا حتى اليوم التالي فهو قد أيد نذورها أو تعهداتها التي التزمت بها فهو قد وافق بصمته وعدم اعتراضه بعد أن سمع لكن إن ألغى زوجها كل تعهداتها بعد سماعه بها هو من يتحمل جزاء ذنبها هذه هي القواعد التي أعطاها الله لموسى بشأن علاقة الزوج بزوجته والأب بابنته الساكنة في بيته قبل زواجها الأصحاح الحادي والثلاثون محاربة المديانيين وقال الله لموسى انتقم لبني إسرائيل من المديانيين بسبب ما عملوه ببني إسرائيل وبعد ذلك تموت وتنضم إلى آبائك فقال موسى للشعب اختاروا بعضا من رجالكم ليهاجموا مديان ويعاقبوهم على ما عملوا ضد الله فأرسلوا في هذه الحملة ألف رجل من كل قبيلة من قبائل إسرائيل وهكذا تم حشد ألف رجل من كل عشيرة من ألوف إسرائيل تم اختيار اثني عشر ألف جندي لهذه الحملة فأرسل موسى الألف رجل من كل عشيرة لهذه الحملة مع فنحاس بن ألي عازار الكاهن وأخذ فنحاس معه آنية المكان المقدس والأبواق لإعطاء الإشارات فحاربوا مديان كما أمر الله موسى وقتلوا كل ذكورهم البالغين ومن ضمن من قتلوهم أوي ورقم وصور وحور ورابع ملوك مديان الخمسة كما قتلوا بلعام بن بعور بالسيف وسبى بنوا إسرائيل نساء مديان وأطفالهم كما اغتنموا كل حيواناتهم وثروتهم وأحرق بنوا إسرائيل كل مدن المديانيين حيث كانوا يسكنون مع كل مخيماتهم وجمعوا كل ما أخذوه في الحرب بما في ذلك الناس والحيوانات ثم أحضروا الأسرى والسبية والغنائم إلى موسى وألي عازار الكاهن وإلى كل بني إسرائيل في المخيم في سهول مؤاب بجوار نهر الأردن مقابل أريحة فخرج موسى وألي عازار الكاهن وكل رؤساء الشعب ليستقبلوهم خارج المخيم وغاضب موسى جدا على قادة الجيش وعلى قادة الألف وقادة المئة الذين عادوا من الحملة العسكرية وقال موسى لهم هل تركت من نساء حيات هؤلاء هن اللواتي اتبعن نصيحة بلعام وجعلنا بني إسرائيل يخطئون إلى الله في فغور فأدى ذلك إلى وباء فضيع على شعب الله والآن اقتلوا كل طفل ذكر وكل امرأة عاشرت رجلا أما الفتيات اللواتي لم يعاشرن أحدا فأبقوا على حياتهن لكم أمكثوا خارج المخيم لسبعة أيام وكل واحد منكم أو من المسبيين قتل شخصا أو لمس جثة ميت فليتطهر في اليومين الثالث والسابع طهروا كل ثوب وكل شيء مصنوع من الجلد أو شعر الماعز أو من الخشب ثم قال أليعازار الكاهن للرجال الذين ذهبوا في الحملة هذه هي قاعدة الشريعة التي أعطاها الله لموسى الذهب والفدة والبرونز والحديد والقصدير والرصاص وكل شيء يحتمل النار ضعوه في النار فيصير طاهرا لكن ينبغي تطهيره أيضا بماء التطهير وكل ما لا يمكن وضعه في النار يوضع في الماء وفي اليوم السابع تغسلون ثيابكم فتكونون طاهرين وبعد هذا يمكنكم أن تدخلوا المخيم وقال الله لموسى قم أنت وأليعازار الكاهن ورؤساء عشائر الشعب بإحصاء ما تم سبيه من الناس والحيوانات ووزعوا غنائم الحرب بالتساوي نصفا للجنود الذين شاركوا في الحملة العسكرية ونصفا لبقية الشعب وخذوا ضريبة لله فمن الجنود الذين اشتركوا في الحملة خذوا واحدا من كل خمسمائة من الناس والبقر والحمير والغنم تأخذ هذه الأشياء من نصف الغنيمة وتعطى لأليعازار الكاهن كتقدمة لله ومن النصف الخاص ببني إسرائيل خذوا واحدا من كل خمسين من الناس والبقر والحمير والغنم وكل الحيوانات وأعطوها لللاويين المسؤولين عن مسكن الله المقدس ففعل موسى وأليعازار الكاهن حسب ما أمر الله به موسى وغنم الجنود ما يلي من الحرب ستمائة وخمسا وسبعين ألفا من الغنم واثنين وسبعين ألفا من البقر وواحدا وستين ألفا من الحمير واثنين وثلاثين ألفا من الناس أي النساء اللوات لم يعاشرن رجلا قط وكان النصف الخاص بالجنود ما يلي عدد الغنم ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وكانت ضريبة الله من الغنم ستمائة وخمسا وسبعين وكان عدد الأبقار ستة وثلاثين ألفا وكانت ضريبة الله منها اثنين وسبعين وكان عدد الحمير ثلاثين ألفا وخمسمائة وكانت ضريبة الله منها واحدا وستين وكان عدد الناس ستة عشر ألفا وكانت ضريبة الله منهم اثنين وثلاثين فأعطى موسى الضريبة التي هي حصة الله لألعازار الكاهن كما أمره الله وكان النصف الخاص ببني إسرائيل والذي أخذ من الجنود كما يلي كان عدد الغنم ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وكان عدد الأبقار ستة وثلاثين ألفا وعدد الحمير ثلاثين ألفا وخمسمائة وعدد الناس ستة عشر ألفا وأخذ موسى من النصف الخاص ببني إسرائيل واحدا من كل خمسين من الحيوانات والناس وأعطاها لللاويين المسؤولين عن مسكن الله المقدس تماما كما أمره الله ثم أتى قادة أقسام الجيش إلى موسى قادة الألوف وقادة المئات وقالوا لموسى نحن خدامك قد أحصينا الجنود الذين كانوا تحت إمرتنا فوجدنا أنه لم يفقد ولا رجل واحد منا ولذا نأتي بتقدمة لله من الأشياء المصنوعة من ذهب التي وجدها كل واحد فينا أربطة للسواعد وأساور وخواتم وأحلاق وقلائد تقدمة اختيارية في حضرة الله تقديرا لإنقاذه حياتنا فأخذ موسى وألي عازار الكاهن الذهب منهم كل الأشياء المصنوعة من الذهب فكان وزن الذهب الذي رفعه قادة الألوف وقادة المئات لله ستة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين مثقالا وأخذ كل جندي نصيبه من الغنيمة فأخذ موسى وألي عازار الكاهن الذهب من قادة الألوف وقادة المئات وأتيا به إلى خيمة الاجتماع ليكون تذكارا لبني إسرائيل في حضرة الله الأصحاح الثاني والثلاثون قبائل شرق نهر الأردن وكانت لقبيلتي رأوبين وجاد مواش كثيرة جدا ولذا رأي أرض يعزيز وأرض جلعاد جيدة للمواشي ولذا ذهب الجاديون والرؤوبينيون إلى موسى وألي عازار الكاهن ورؤساء الشعب وقالوا لهم الأرض المحيطة ببعطاروت وديبون ويعزيز ونمرة وحشبون وألعال وشابام ونبو وبعون كلها هزمها الله أمام بني إسرائيل هي أرض جيدة للمواشي ونحن خدامك نمتلك مواشي كثيرة وقالوا فإن حظينا برضاك نحن خدامك أعطنا هذه الأرض ملكا لنا ولا ترغمنا على عبور نهر الأردن فقال موسى لقبيلتي جاد وراء بين فهل يذهب إخوتكم إلى الحرب بينما تقعدون هنا لماذا تثبتون همم بني إسرائيل عن العبور إلى الأرض التي أعطاها الله لهم آبائكم عملوا الأمر ذاته حين أرسلتهم من قادش برنيع ليستكشفوا الأرض فصعدوا حتى وصلوا إلى وادي أشكول واستكشفوا الأرض لكنهم ثبتوا همة بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاها الله لهم فغاضب الله جدا في ذلك اليوم وأقسم وقال لن يرى أحد من الخارجين من مصر البالغين عشرين سنة فما فوق الأرض التي وعدت بأن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم لم يكونوا أمناء تماما معي لن يدخل منهم إلا كالب بن يفن ويشوع بن نون لأنهما كانا أمينين بالكامل لله وغاضب الله على بني إسرائيل وجعلهم يتوهون في الصحراء لأربعين سنة إلى أن اختفى كل الجيل الذي فعل الشر أمام الله والآن يا نسل الخطى قد حللتم محل آبائكم لتزيد غضب الله على إسرائيل فإن توقفتم عن اتباعه فإنه سيترك إسرائيل في الصحراء لمدة أطول وبهذا تهلكون كل هذا الشعب حينئذ اندنت قبيلة رأوبين وجاد إليه وقالوا لنبن حظائر لماشيتنا هنا ومدنا لأطفالنا ونسائنا حينئذ سنتسلح ونسير أمام بني إسرائيل إلى أن نأتي بهم إلى مكانهم بينما يسكن أطفالنا ونساؤنا مدنا حصينة لحمايتهم من الشعب الساكن في الأرض لن نعود إلى بيوتنا إلى أن يمتلك كل شخص في بني إسرائيل حصته من الأرض وأما نحن فلن نمتلك حصة معهم في الجهة الأخرى من نهر الأردن لأننا سننال حصتنا من الأرض في الجهة الشرقية من نهر الأردن فقال موسى لهم إن كنتم ستفعلون هذا وإن تسلحتم أمام الله للخروج إلى الحرب وإن عبر كل متسلح النهر الأردن أمام الله إلى أن يطرد الله كل أعدائه من أمامه وحتى يتم إخضاع الأرض أمام الله حينئذ تستطيعون العودة إلى بيوتكم إذ تكونون قد قمتم بواجبكم نحو الله وإسرائيل وستكون هذه الأرض ملكاً لكم أمام الله لكن إن كنتم لا تفعلون هذا فإنكم ستخطئون إلى الله وبالتالي كونوا على يقين من أنكم ستعاقبون على خطيتكم فابنوا مدناً لأطفالكم ونسائكم وحضائر لماشيتكم واعملوا كل ما قلتم بأنكم ستعملونه فقالت قبيلة جاد ورأوبين سنفعل نحن خدامك كما أمرنا سيدنا سيبقى أطفالنا ونساؤنا وقطعاننا وماشيتنا في مدن جلعاد وأما نحن خدامك فسنعبر النهر متسلحين للحرب أمام الله بحسب ما يقوله سيدنا حينئذ أوصى موسى بخصوصهم ألعازار الكاهنة ويشوع بن نون ورؤساء قبائل بني إسرائيل وقال موسى لهم إن عبرت قبيلة جاد ورأوبين نهر الأردن معكم بكل جندي مسلح للحرب أمام الله وخضعت الأرض لكم أعطوهم أرض جلعاد ملكاً لهم لكن إن لم يعبر المختارون للمحاربة معكم فلينالوا حصتهم معكم في أرض كنعان فقط فأجابت قبيلة جاد ورأوبين سنفعل كل ما يقوله لنا الله نحن خدامك فسيعبر المختارون المتسلحون منا أمام الله إلى أرض كنعان ولكن حصتنا من الأرض ستكون في الجهة الشرقية من نهر الأردن فأعطى موسى مملكة الملك سيحون ملك الأموريين ومملكة الملك عوج ملك باشان بما فيها الأرض والمدن لقبيلة جاد وقبيلة رأوبين ونصف قبيلة منس بن يوسف حينئذ أعادت قبيلة جاد بناء ديبون وعطاروت وعروعير وعطاروت شوفان ويعزير ويقبه وبيت نمرة وبيت هاران كمدن محصنة كما بنوا حضائر لقطعانهم وأعادت قبيلة رأوبين بناء حشبون وألعالة وقرياتيم ونبو وبعل معون وسيمة وقد غيروا اسمي مدينتي نبون وبعل معون بينما دعوا المدن التي أعادوا بناءها بأسمائها الأصلية وذهبت عشيرة ماكير بن منسة إلى جلعاد وأخذوها وطردوا كل الأموريين الذين كانوا في جلعاد فأعطى موسى جلعاد لعشيرة ماكير بن منسة فسكنت عشيرة ماكير فيها واستولت عشيرة يائير بن منسة على القرى الصغيرة وسموها قرى يائير وذهبت عشيرة نوبح وأخذت قناة والقرى القريبة منها وذعوها باسم نوبح جدهم الأصحاح الثالث والثلاثون رحلة بني إسرائيل من مصر هذه هي مراحل رحلة بني إسرائيل الذين خرجوا من أرض مصر في مجموعات وفرق تحت قيادة موسى وهارون وكتب موسى أسماء الأماكن التي بدأوا منها رحلاتهم بحسب أمر الله وهذه هي الأماكن التي أتوا وارتحلوا منها تركوا رعمسيس في اليوم الخامس عشر من الشهر الأول في غد الفصح خرج بني إسرائيل بشجاعة أمام كل المصريين كان المصريون يدفنون أبكارهم الذين قتلهم الله وكان الله قد أعلن دينونته على آلهة المصريين وعمل فيها عجائب فترك بني إسرائيل رعمسيس وخيموا في سكوت وتركوا سكوت وخيموا في إيثام الواقعة في طرف الصحراء وتركوا إيثام واتجهوا نحو فم الحيروث الواقع إلى الشرق من بعل صفون فخيموا بقرب مجدل وتركوا فم الحيروث وساروا عبر البحر الأحمر إلى الصحراء وسافروا لمدة ثلاثة أيام في برية إيثام وخيموا في مارة وتركوا مارة وذهبوا إلى إيليم وفي إيليم كان هناك اثنى عشر نبع ماء وسبعون نخلة فخيموا هناك وتركوا إيليم وخيموا بقرب البحر الأحمر وتركوا البحر الأحمر وخيموا في برية صين وتركوا برية صين وخيموا في دفقة وتركوا دفقة وخيموا في ألوش وتركوا ألوش وخيموا في رفيديم ولم يكن هناك ماء للشعب ليشربوا وتركوا رفيديم وخيموا في برية سيناء وتركوا برية سيناء وخيموا في قبروتها التأوى وتركوا قبروتها التأوى وخيموا في حضيروت وتركوا حضيروت وخيموا في رثمة وتركوا رثمة وخيموا في رمون فارس وتركوا رمون فارس وخيموا في لبنة وتركوا لبنة وخيموا في رسة وتركوا رسة وخيموا في قهيلات وتركوا قهيلات وخيموا في جبل شافر وتركوا جبل شافر وخيموا في حرادة وتركوا حرادة وخيموا في مقهيلوت وتركوا مقهيلوت وخيموا في تاحت وتركوا تاحت وخيموا في تارح وتركوا تارح وخيموا في مثقة وتركوا مثقة وخيموا في حشمونة وتركوا حشمونة وخيموا في مسيروت وتركوا مسيروت وخيموا في بني عقان وتركوا بني عقان وخيموا في حور الججاد وتركوا حور الججاد وخيموا في يطباط وتركوا يطباط وخيموا في عبرونة وتركوا عبرونة وخيموا في عسيون جابر وتركوا عسيون جابر وخيموا في قادش في برية صين وتركوا قادش وخيموا في هور الجبل الواقع على حدود أرض أدوم وصعد هارون الكاهن إلى جبل هور بحسب أمر الله ومات عليه في اليوم الأول من الشهر الخامس في السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من مصر وكان هارون قد بلغ من العمر 123 سنة حين مات على جبل هور وسمع ملك عراض الكنعاني الذي كان يسكن في النقب أن بني إسرائيل آتون نحو بلاده فترك بني إسرائيل جبل هور وخيموا في صلمونة وتركوا صلمونة وخيموا في فونون وتركوا فونون وخيموا في أوبوت وتركوا أوبوت وخيموا في عيي عباريم على حدود مؤاب وتركوا عيي عباريم وخيموا في ديبون جاد وتركوا ديبون جاد وخيموا في علمون ديبلاتايم وتركوا علمون ديبلاتايم وخيموا في جبال عباريم قرب نبو وترك بني إسرائيل جبال عباريم وخيموا في سهول مؤاب بجانب نهر الأردن في الجهة الشرقية مقابل مدينة أريحة وخيموا بجوار نهر الأردن في سهول مؤاب في بيت يشي موت إلى آبل شطيم وكلم الله موسى في سهول مؤاب بقرب نهر الأردن إلى الشرق من أريحة فقال له قل لبني إسرائيل حين تعبرون نهر الأردن إلى أرض كنعان أطردوا جميع الذين يسكنون في تلك الأرض حطموا كل تماثيلهم من منحوتة وأوثانهم من مسبوكة واهدموا أماكن عبادتهم حينئذ تمتلكون الأرض وتسكنون فيها لأني أعطيت هذه الأرض لكم قسموا الأرض بينكم بإلقاء القرع بحسب قبائلكم وعشائركم اجعلوا حصة القبيلة الكبيرة كبيرة وحصة القبيلة الصغيرة صغيرة وحيثما وقعت القرعة على أية عشيرة فإن تلك الأرض تكون لتلك القبيلة فتنالون حصصكم من الأرض بحسب قبائلكم وإن لم تطردوا الناس الساكنين في تلك الأرض فإن الباقين منهم سيكونون كالمخارز في عيونكم وكالأشواك في جوانبكم إذ سيسببون الضيق لكم في الأرض التي ستسكنونها حينئذ سأعمل بكم كما خططت للعمل بهم الأصحاح الرابع والثلاثون حدود أرض كنعان وكلم الله موسى فقال أبلغ هذا الأمر لبني إسرائيل ستدخلون أرض كنعان التي ستكون ملكا لكم وهذه أرض كنعان بحسب حدودها الجهة الجنوبية ستكون في برية صين قرب أدوم حدودكم الجنوبية ستبدأ في الشرق من الطرف الجنوبي إلى بحر الملح ثم تمر حدودكم إلى الجنوب من ممر عقربيهم ثم عبر برية الصين ثم تصل إلى قادش برنيع ثم تستمر إلى حصر آدار ثم تصل إلى عصمون ومن عصمون ستتجه نحو نهر مصر حتى تصل إلى البحر وأما حدودكم الغربية فستكون شاطئ البحر الكبير وساحله هناك تكون الحدود الغربية وهذه هي حدودكم الشمالية من البحر تتبعون خطا إلى جبل هور ومن جبل هور تحددون الخط إلى ليبو حمات ثم تتصل الحدود بمدينة صدد وتستمر الحدود الشمالية إلى زفرون وتكون نهايتها إلى حصر عينان أما حدودكم الشرقية فتبدأ من حصر عينان وتمتد إلى شفام ومن شفام إلى ربلة الواقعة إلى الشرق من عين وتستمر الحدود مع اتلال الواقعة شرق بحر الجليل ثم مع امتداد نهر الأردن وحتى بحر الملح هذه هي حدود أرضكم من كل الجهات فأعطى موسى هذا الأمر لبني إسرائيل هذه هي الأرض التي ستقسمونها فيما بينكم بإلقاء القرع أمر الله بأن تعطى هذه الأرض لاتسع قبائل ونصف القبيلة لأن قبيلتين رأوا بين وجاد ونصف قبيلة منسة قد أخذوا حصتهم من الأرض بحسب عشائرهم فقد نالت القبيلتان ونصف القبيلة حصصهم إلى الشرق من نهر الأردن إلى الشرق من أريحة ثم قال الله لموسى هذان الرجلان يقسمان الأرض بينكم ألي عازار الكاهن ويشوع بن نون ويساعدهم قائد من كل عشيرة لأجل تقسيم الأرض وهذه هي أسماء هؤلاء القادة من قبيلة يهوذا كالب بن يفنة ومن قبيلة شمعون شموئيل بن عميهود ومن قبيلة بنيامين أليداد بن كسلون ومن قبيلة دان الرئيس بقي بن يجلي ومن نسل يوسف من قبيلة منسة الرئيس حنيئيل بن إيفود ومن قبيلة أفرايم الرئيس قموئيل بن شفطان ومن قبيلة زابولون الرئيس ألي صافان بن فزناخ ومن قبيلة يساكر الرئيس فلطئيل بن عزان ومن قبيلة أشير الرئيس أخي هود بن شلومي ومن قبيلة نفتالي الرئيس فدهي إيل بن عميهود هؤلاء هم الرجال الذين أمرهم الله بأن يقتسموا أرض كنعان فيما بين بني إسرائيل الأصحاح الخامس والثلاثون مدن اللاويين وتكلم الله إلى موسى في سهول مؤاب بقرب نهر الأردن في الجهة الشرقية مقابل أريحة فقال أوصي بني إسرائيل بأن يخصصوا لللاويين مدنا ليسكنوا فيها من الأرض التي أخذوها ومراعي حول مدنهم ستكون هذه المدن لهم للسكن والمراعي لماشيتهم وجميع الحيوانات التي يملكونها ستمتد مراعي اللاويين من سور المدينة مسافة ألف ذراع من كل الجهات قيس خارج المدينة ألفي ذراع من كل جهة ألفي ذراع من الجهة الشرقية وألفي ذراع من الجهة الجنوبية ألفي ذراع من الجهة الغربية وألفي ذراع من الجهة الشمالية فتكون المدينة في الوسط وتكون هذه المساحات الإضافية مراعية لمدن اللاويين ومن ضمن المدن التي ستعطونها لللاويين ستكون هناك ست مدن للجوء يهرب إليها كل من يقتل شخصاً آخر بغير قصد وبالإضافة إلى هذه المدن الست أعطوا اللاويين إثنتين وأربعين مدينة أخرى فسيكون مجموع المدن التي يأخذونها ثمان وأربعين مدينة مع مراعيها خذوا لللاويين من أرض قبائل بني إسرائيل عدداً من المدن يتناسب مع حجم كل قبيلة فتعطي كل قبيلة من مدنها لللاويين بحسب مساحة حصتها من الأرض مدن اللجوء وقال الله لموسى قل لبني إسرائيل حين تعبرون نهر الأردن إلى أرض كنعان اختاروا مدناً لتكون مدناً لللجوء فمن يقتل شخصاً بغير قصد يمكنه الهروب إلى إحدى هذه المدن فستكون مدناً يلجأ إليها القاتل من قريب القتيل الذي يريد الأخذ بالثأر وهكذا لا يقتل القاتل إلى أن يقف أمام الشعب للمحاكمة فالمدن التي تختارونها ستكون مدن لجوء لكم اختاروا ثلاث مدن شرق نهر الأردن وثلاث مدن في أرض كنعان لتكون مدن لجوء تكون هذه المدن الست للجوء بني إسرائيل والغرباء الساكنين بينهم فكل من يقتل شخصاً بغير قصد يهرب إليها فإن ضرب شخص شخصاً آخر بأداة من حديد فمات فإن الضارب يعتبر قاتلاً وينبغي قتله وإن ضربه بحجر بيده مما سبب موته فإن الضارب يعتبر قاتلاً وينبغي قتله وإن ضربه بآدات خشبية بيده مما سبب موته فإن الضارب يعتبر قاتلاً وينبغي قتله الذي يثأر للدم هو يقتل القاتل عندما يلتقيان فالذي يثأر للدم ينفذ حكم الإعدام وكذلك إن دفعه بسبب كرهه له أو ألقى شيئاً عليه عن قصد فمات أو إن ضربه بيده بسبب كرهه له فمات فحينئذ ينبغي قتله لأنه قاتل والذي يثأر للدم فقط هو يقتل القاتل عندما يلتقيان ولكن إن دفعه بغير قصد ومن دون كره أو ألقى شيئاً عليه بغير قصد أو أسقط حجراً بغير قصد فسقط عليه فمات وليس بينهما عداوة ولم يقصد الأذى سيحكم الشعب بين القاتل والذي يثأر لدم القتيل بحسب هذه القواعد ويكون على الشعب أن يحمي القاتل من قريب القتيل الذي يثأر لدمه فيعيدونه إلى مدينة اللجوء التي هرب إليها فيسكن هناك إلى أن يموت رئيس الكهنة الذي مسح بالزيت المقدس لكن إن ترك القاتل حدود مدينة اللجوء التي هرب إليها ووجده الذي يثأر للدم خارج مدينة اللجوء فيمكن للذي يثأر للدم أن يقتل القاتل ولا يحسب مذنباً بجريمة قتل لأن على القاتل أن يبقى في مدينة اللجوء إلى موت رئيس الكهنة وبعد موت رئيس الكهنة يمكن للقاتل أن يعود إلى أرضه هذه هي أحكام الشريعة لكم من الآن فصاعداً حيثما كنتم تقيمون إن قتل أحدهم شخصاً فإنه يقتل بشهادة شهود لكن لا يجوز قتل أحد بشهادة شاهد واحد لا تقبل فدية عن حياة القاتل المحكوم عليه بالموت لأنه ينبغي أن يقتل لا تقبل فدية من الشخص الذي هرب إلى مدينة اللجوء لكي يعود ويسكن في الأرض حيثما يشاء بل يبقى هناك إلى موت رئيس الكهنة فلا تفسد الأرض التي تعيشون عليها فلا فدية لتحرير الأرض من جريمة القتل المرتكبة فيها إلا موت القاتل فلا تنجس الأرض التي تقيمون فيها والتي أنا أيضاً أسكن في وسطها إني أنا الله الساكن وسط بني إسرائيل الأصحاح السادس والثلاثون حصة بنات سلفحاد فتقدم رؤساء عشيرة جلعاد بن ماكير بن منسة إحدى عشائر نسل يوسف وتكلموا أمام موسى ورؤساء لقبائل بني إسرائيل فقالوا أمرك الله يا سيدي بأن تقسم الأرض لبني إسرائيل بالقرعة وقد أمرك الله بأن تعطي حصة أخينا سلفحاد لبناته فإن تزوجنا من رجال من إحدى قبائل إسرائيل الأخرى فإن حصتهن من الأرض ستأخذ من حصة آبائنا وعشيرتنا وتضاف إلى حصة القبيلة التي تزوجنا منها وبهذا سيحدث نقص في حصتنا التي حصلنا عليها بالقرعة فحين تأتي سنة اليوبيل لبني إسرائيل سيتم إضافة حصتهن إلى حصة القبيلة التي تزوجنا منها وستأخذ حصتهن من حصة قبيلة آبائنا فأعطى موسى هذا الأمر لبني إسرائيل بحسب ما قاله الله له ما تقوله عشيرة نسل يوسف صحيح وحق ولذا فهذا ما يأمر الله به بشأن بنات صلفحاد يمكنهن أن يتزوجن ممن يردن لكن ينبغي أن يتزوجن من رجال من عشيرة أبيهن فلا يمكن نقل حصة في أرض بني إسرائيل من عشيرة إلى أخرى بل ينبغي على بني إسرائيل أن يحافظوا على حصة عشيرة آبائهم على كل بنت في قبائل بني إسرائيل تارث حصة من الأرض أن تتزوج من رجل من عشيرة أبيها كي يرث كل واحد من بني إسرائيل حصة الأرض التي لآبائه لا يجوز نقل حصة من الأرض من قبيلة إلى أخرى لأنه على كل قبيلة في بني إسرائيل أن تحافظ على حصتها من الأرض فعملت بنات صلفحاد حسب ما أمر الله موسى به فتزوجت محلة وطرسة وحجلة وملكة ونوع بنات صلفحاد من أبناء عمومتهم فتزوجن من رجال من عشائر منسة بن يوسف فبقيت حصتهن من الأرض في عشيرة أبيهن هذه هي الوصايا والقواعد التي أمر الله بها بني إسرائيل عن طريق موسى في سهول مؤاب قرب نهر الأردن إلى الشرق من أريحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر